لو جاين من الخرقين، والمن المصوطة بتاعينا ونφο قرأتها يعني ببعض الصوتين شوية الصوتين من هنطلقين شوية اا مش مش يعني انا عاشط كنت كلهم حداتين معانا الميّنين كلها بس هنطفقنا ان احنا هيفقى دايما متأخرين شوية عن ان الخرقين والهدف مش ان احنا نجري ولا ان احنا نخلص بدري يعني الحدف ان احنا نكون فنين وماشيين خلص وقت كويس نقرد مزاكرة ونلاجع ونحن بنعمل كل احد وبالصدفة بقى عرفت في نفس اليوم ان احنا مش متأخرين يعني عرفت من المحاضرات ان في ناس كده جايبوا بتاخدر المحاضرات كده يعني لان كائن منهم وعرفت منهم ان احنا بالعكس مش متأخرين يعني اول مرة يعني انه بناكس اول مرة نبقى مشين تقيمة مع المحاضرات هم هيسبقونا طبعا بعد كده يعني بس انا قصد ان اليوم بالزات اللي قاد فينا احنا متأخرين وكناش متأخرين فموضوع تأخرين محد الشيء لقى منه اللي طبعا الان ليه حرين يعني في ناس بتقلق بقى وتقولك لا احنا ايه هنشوف حل تاني يعني هتصرف احنا بقى فطبعا بتباين تش بشاكل الله انا يعني اول را خير يميني مصلحتك بس يعني ما اتفرقش معي حاجة خالص والله يعني 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 عارش بقى الترزدد وين ما بلقى بس في المرحلة السنية وبعد الفترة الطوية دي من التنديس وكلامنا مبقاش فارق معي غير ان الطالب يستفيد سواء بقى استفاد معي استفاد مع غير استفاد لوحده ماش هتفرق معي انا اشي تصير يميني الهو يقول ماشي كويس ربينك يوم في الفترة فا يعني فيش داع من الهيه لو يقولي تأخرين كده مش هزعل منه والله انا ولا حاجة بس هو الحقيقة ان احنا اتفالي عليها من اول يوم ومش متأخرين لدرجة ان انا بهايه وقت متحان نص السنة وحي لسه مخلصناش يعني الحمد لله ومراهما حصلت وان شاء الله ما تحصلش العكس احنا اتفاليش فوقت كويس جدا ومليدي فرصة كبيرة قوي من قبل امتحان البطارج اللي هو اول امتحان غريبا في كل امتحانات قص السنة واخر السنة لديك فترة طويلة تلمي فيها بقى نفسها كنتواعي في البيت زاكر وتريبة وتعمل كل حاجة بموضوع التأخير ده موضوع نسبي ومهواش مؤرد خالص اه قبل ما نكمل كلامنا ان شاء الله نعرض بقى في الاكسكريشن انا عايز بس اقول لكو دي ده عشان بس يتلقى النقال دي ده هقولكو شوية احتمالات عيان مثلا بياخد ده اسمه وارفرن واخد معاه حاجة زي الصيبية او عيان بياخد وارفرن واخد معاه ده زي او عيان بياخد وارفرن فاقولكو ده ما اسمعكوش اذا كده اسمه الالو بيورينو ملاش وارفرن بقى عيان بياخد ده زي وبياخد معاه ده مسلا وريد يكون عيان بتاخد عيان بتاخد وبتاخد ده منوم اسمه فاقولكو حال دي يقولي بقى اي ده ممكن يحصل يعني لو افتراض مرسل عيان بياخد وارفرن واخد سيمتدين اللي هو ده هو المشهور القديم بتاع فرحة المعنى اللي عنده معرض ايه انتفهمين فكرتي الوارفرن ده 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 بيتكسر بالليبر بالهباتيك ميكروزومان انزيم وانا فيه ادوية بتكسر على نشاط الانزيم اللي هي تكسر نفسها وتكسر ادوية تانية والممكن على مدى البيت تقل شون البيت معيان والدواء ده الاسمه السيمتدين ده هباتيك ميكروزومان انزيم تحصل ايه ساعتها في العيان المعنى انت معرض ايه تلينيكا تجيلو يعني هاي بريزنتيشن تلينيكا بتاع هيلك بايه ليه بقى حصل البليدين السيمتدين اند الكفائة الهباتيك ميكروزومان انزيمز المسؤول عن تكسير الورفرين فبدأ الورفرين اللي كان جرعته عادية يبقى كأنه جرعة اعلى او تاكسيك فقال يؤدي الى نازل طب وورفرين زايد فريتوين اللي عنده ممكن معرض ايه والفريتوين ده ايه من اقوى الهباتيك ميكروزومان انزيم انديوسر او اكتبيت شوش كلا؟ فيزود قوي نشاط الانزيمز اللي بتتسر الورفرين فجرعة الورفرين انا بتقيها للعيان دي كأنها اقل من جرعة ترابيوتك المطلوبة فمعرض العيان انها يجيلو ثرومبو ايه ايه بقى الالوبرينول ده انا قلتلك الالوبرينول ده نهاردة لان افتكرت والله انا جاي في السجد حالة من كم سنة كده عيان كان بياخد وورفرين وسيما قلتلكم دايما هنكرر كده الورفرين ده مزعي جدا اي حاجة ممكن تزود نشاطه او تقلل نشاطه سواء ادوية او اكل او ايه العيان ده كان بياخد وورفرين وفجأة لقينا داخل في شوك من بجرم بتاعته وصل تقريبا خمسة اربعة حاجة ايه وبدأ طبعا اتلحق بقى بلاترس فيوشن فعب ايه بس ايه القصة كلها كانت عبارة عن ايه العيان بياخد دوا اسمه الالوبرون ده اسمه الالوبرون ده اسمه زنتين اوكسيداز انهبتور اللي هو بيمنع تكوين يعصد انزام اسمه زنتين اوكسيداز اللي هو بيكون youric acid بين الزنتين والрокيبوب الالوبرينول ده ده بتاع غوت هذا هو بتاخد فهى الوقال الغاء بياخده العيان اللي بقول لكم � seventy انه بياخده وقالو عشرات السنين ولم تدأ ياخد الورفرين الالوبرونوا من ضمن عيوب مشهورة قوي انه هو هبatro tracked فبدأ يحصل ايه؟ بدأ من قلل بررول يقلل كفاءة المسؤولة عن تكسير الورفرين مش كده؟ فبدأ الورفرين في الدم عمال يزيد وبدأ يعمل بليدنج مش واضح هي مشكلة العالم بيجيه بليدنج لو جاله بليدنج واضح لو جاله مثلا بيستكسز اللي هو نزيف الأمن فاياخد باله لو لاهو هو بيعمل يورين في بلود نازل هو الهيماتوريا هيلاحظ ان في حاجة سعاد يحصل حاجة اسمها اوكلت بلود اوكلت يعني مستخبه كده ينزل مع الستولز كده نزيف من جي اي تي بسيط قوي بس مستمر العام ما ياخدش باجه منه بعد فترة طويلة بقى من النزيف الصغير ده المستمر داخل فيه فيه مغلوب القليل قوي داخل في شوق فنخلي بالك ده ان شاء الله يمكن مش مكتوب في الكتاب دلوقتي بس بإذن لانا بنيجي ناخد البلد بقى هفكرك او ناخد علاج الجاوة هفكرك نلقل بلودة كده ندراج انتراكشنز مهان بقى طيب قولي بقى عشان نبتنى حاجة جديدة ثيوفيلين زائد إليثرو مايس تتالى انها المرون فاتل ثيوفيلين ده ده مرشور قوي فيه الوقاية من البرونكيا الازلة ومشكلته انه من الادوية اللي الفرق ما بين الترابيوتك ليبل في البلازما اللي انا عايزه وما بين التوكسك ليبل بسيط ايه إليثرو مايس انه؟ انتيبوتك اعيبوا جاء نسبانه او قصته انه هو يبدأ كفاءة الانزايم يقوم يقل الكفاءة الانزايم اللي بتكسر الثيوفيلين مايبدأ الثيوفيلين المتكسرش ده يعني الحد بيوصل لتوكسك الحل طبعا في الحالات دي كلها لو انا هدي دوا معا انهيبتر وهي هكتو ريديوس تدوز بتاع الدوا اللي بتكسر الثيوفيلين السيدة بتاخد ومسلاً ما بيتنهاش نوم بجدها قرق فبتاخد دوا قديم كده منوم قديم اسمه فينواربيتون يحصل الله في السيدة دي بتاخد اقراس منع الحمر وفي نفس الوقت بتاخد فينواربيتون اللي هو نموذج بنسبانه مهم اول الهيباتيك مجوز هو انزايم ديوسفل هيحصل؟ صحي هيحصل ان الفينواربيتون هيزود الانزايم زيوفيلين المتكسر فيحصل فيلير للأورال مش كده مش هتشتهل ايه شغلتاً انها ايه؟ انها الحمل لما تفشل تحصل حمل تيجي هي التببيجنة وتستغرب قوي وتحلفك انها بتاخد الكوتيفه كل يوم وما أقطعتهاش واشعرف ايه وهي عندها حق بس الفكرة انها Bتا عام هي و ليه لان هي هاعمالة تاخد معاها دوا بكسر كورى الالالالكوتيفه فهمنا? انا مستمعنيتش قوي لانا واضح برضو ان احنا لسه shaped well للمود المذاكرة قوي فإن شاء الله يعني التريدي بقى المرة لفتك تتكلمنا عن excretion لو فاكرين وادعنا نقول إن في عندنا four main roots of excretion حسب الكتب بتاعنا يعني أهم واحد طبع هو رينا excretion والتقريبا قلنا عليه كل حاجة عطبنا فاكرين الدواء عشان يحصل له excretion by the kidney لازم يكون أو يفضل يعني يكون water soluble أو يقول عليه ionized in the ionized form وقلنا للدواء بيبقى دخوله gomal nephron of the kidney أو يعني قصة excretion بتاعه معتابة على ثلاث حاجات إن يحصل له excretion ممكن الدواء ده يقلي إبزوربت لو كان فيه جزء منه leaded soluble and ionized وفيه بعض الأدوية بيحصل لها active tular excretion بتتحرك من البلد مباشرة للproximal convoluted to ul من غير ما تعدي على حتة excretion واتفقنا إن إحنا عندنا فيه carrier للأدوية الأسيدك فاكرين كلامنا وفيه carrier الأدوية البيزيك وقلنا الأدوية الأسيدك المشهورة كانت الpenicillin وده هو اسم الفوزامايت أشهر أو من أشهر diuretics ومجموعة اسمها الثايزاين برضو من مدرات الجول وفاكرين هلا كان فيه ده اسمه probelicid استعملنا فيه إيه بقى؟ أو عمل hydrate interaction لما أخدنا مرة مع الpenicillin كان حلوة لوعيش لما أخدنا الpenicillin مع الpenicillin كان إيه الأخبار؟ كويس، ليه بقى؟ يعني فيه carrier واحد وعندك دوية الأسيدك هيتخدقوا مع بعض اللي هيتشان على الpenicillin هو الpenicillin اللي أنا مش عايز منه حاجة واللي هيفضل في البلد الpenicillin اللي تشتغل بعد ما يحصل لها secretion وتشتغل from the inner human of the nephron بتشتغل من جوة nephron طول ما هي عادة في الدم دي ولا تعانيني في شيء ولا ليها قيلة لازم تنزل باكتف ترانسبورت طيب هي أسيدك يبقى محتاجة الpenicillin لأخدت الpenicillin معاهم اللي هيحصل نفس القسم هو اللي هيدزل في الpenicillin ويبدل الثايزايد أو اللوب retained in blood حلوين هم مستوام في الدم بس مشتغلين لأنهم عشان يشتغل ورازين ينزلوا هنا بس هاتقول ان الpenicillin antagonizes مش كلا بيعاكس أو بضض الaction بتاع المرة اللي فاتت بس عشان نكمل اللي احنا قلناها انا قسيت اقول لكم مثال فيه أدوية ويك بيزيس مش يفدرين ولا فاتم لا انا بكلم على أدوية ويك بيزيس بتحتاج انها تنزل في الريول باكتف ترانسبورت عندنا دويين مشهورين جدا ده هو اسمه الديجوكسن وده هو تاني اسمه الكيليدين أو فيه الناس بتنقاه الكويلدين اعتقد يعني النطر بتاع الاثنين صح ديجوكسن ده احنا سمعناها قبل جدا بتاع وعرفنا ان هي خاصية جدا مميزة بالفيدي بتاعب بيه قوي لانه هو بيتخزن في عضلة القلب الكويلدين ده اشهر دواء في الاريثميا اشهر anti-arhythmic track او اقدم بناش اشهر الوقت انت معتش للدور قوي لكن هو اقدم anti-arhythmic track وبيدفل بطريق الشيء شغل انه هو يدفل في الخيال يطلع impulse الديجوكسن والكويلدين ده في بينهم علاقة قوية جدا لحقيقة العلاقة اللي موجودة عندنا في الكتاب ان الاثنين محتاجين اكتف ترانسبورت الاثنين بيتزلو في اليورين بالاكتف ترانسبورت والاثنين ادوية basic والاثنين بتاري لهم نفس الكاريير صح؟ او في كاريير واحد بيشير كل الحاجات الاسيدك وكاريير واحد بيشير كل الحاجات الاسيدك لولد ديجوكسن مع قوي جديد هكذا يحصل صح؟ في واحد فيهم ليه افنك على الكاريير ده عليك اللي هو الكويلدين يبقى هو ده اللي هينزل في اليورين ويفضل الديجوكسن اللي عاد في الدم طب ايه المشكلة؟ الديجوكسن ده من اكتر الادوية اللي الفرق ما بين والتوكسيك ليجوكسن يحصل ايبقى ساعدنا؟ الديكويلدين مع الديجوكسن الكويلدين هو اللي تشارع على الكاريير وهو اللي لزل في اليورين وفضل الديجوكسن متحوش في الدم فمع الوقت مستوى اللي كان هكتدي يعلى ويدخلني في حاجة مشهورة جدا اسمها الديجوكسن وليس؟ في حاجة بقى مش مكتوبة هنا لكن مكتوبة بعدين ان شاء الله فاكن انت قصة البلازما كروتينز؟ مش كده؟ لما كنت بدي دوارين مع بعضة كده كان يبتدي احصل بالنوع ايه؟ على المكان المسيك فيها على البلازما كروتينز طيب لما بدي كيليدين مع ديجوكسن الكيليدين يزيح الديجوكسن من البلازما كروتينز الكيليدين يزيح الديجوكسن من البلازما كروتينز زي بايه اللي حصل في الديجوكسن؟ محول من باوند ملوش قيمة إلى فريل عشتك؟ مش كده؟ الفريل ما يعني يعني صليم توكسيسيديز صح؟ اعطي ريزون بقا اعطي ريزون كيليدين يجب ان يحصل في الديجوكسن عايز ايجابة حلوة كده بقى الوصع كده ليه مقدرشت لكيليدين في العيان اللي بتعالج بديجوكسن؟ ده خايف على ايه؟ خايف ان يحصل ايه في العيان؟ ديجوكسن؟ توقسيسيتي صح؟ طيب ليها سببين؟ ان يحصل تسمم ديجيتالس في الحالة دي ليها سببين؟ سبب الاول تمام انه هايقلل الرينا بتاعه الديجوكسن مش هينزل في اليورين لان فيه كومبيديشن على كارير وان الديجوكسن النتيجة ايه؟ ان مستوى الديجوكسن في الدم عمالي على العالم ينزل في يورين والباوند فيه عمالي تحول الالفرين وصلت يا جماعة؟ يبديد وصلت؟ دي من الحاجات المهمة اول ان شاء الله اللي هناخدها بقى ما حتى تستنائش حد في المنهج يعلمك شغل مخج بها شغل مخج بها لو سألتك بوقت سهتطلع حاجاتي روان اخدناها في الجدر مش عايز اضيع وقت كبير فيها بس ممكن يحصل على مستوى الانتصاص طح؟ ودراج انتراكشن دي معناها ايه؟ اما دويين يعكسوا بعض يا دويين يزودوا بعض فيه أدوية تقال الانتصاص بعض فيه أدوية بالعكس ممكن تزود الانتصاص فاكرين قصة الأدوية بتاعت في الاسطومك والكوينيدين ومش أول أصل الاميتوكروترامايد والأتروكين وكلام مش فاكرين ان شاء الله نزاكر ونفتكر يعني فيه مهمة على مستوى الليبر اللي هو ايه؟ ايه ممكن يحصل في الليبر يعني؟ ان انا قدي دوي بتكسر بالهيباتيك ميكروزومر انتصاص وقدي معاه؟ انهيبتر اوينيوز صح؟ مش ده دراج انتراكشن؟ قدي دراج انتراكشن في الكيدين يوم في الاسكريشن ان انا قدي بروباليسيد مع كينيسين لما دراج انتراكشن هو قدي بروباليسيد مع غيزايت أو مع نوب أو كينيديين مع جوكسن يبقى كل دي أمسيلا؟ مالي المنهج بقى كله ده بالنسبة لللقطة اللي كانت موجودة عندنا في الكتاب مكتوب نملة ستة بتاع بعض الأدوية معتمد مينة على رينة ديكسيكريشن يعني أدوية ما بيحصدهاش تقريبا الميتابوليزم أو قليل الميتابوليزم بتاعها ومديني هلأ أمسيلا الأدوية ده اسمه الاتينولول وده اسمه النادولول من اسمه شبه البروبرانور القوي بس الفرق بينهم انهم هما يعني الاتينولول والنادول دي أدوية هايدروفيلك يعني متوقع فيها انها مش محتاجة تقريبا ميتابوليزم مش كلا بلكم يا جمال نارضه هو الميتابوليزم بيحصد قال هي أدوية اللايكوفيلك عشان أحولها الهايدروكانس الفيليوريك طب ده أدوية أصلا هايدروفيلك يبقى مش محتاجين ميتابوليزم طيب فيه معهم ده مثال تاني كده ده اسمه باربيتون مش مهم طبع مدموع اسمه البربيتوريتس اللي كان فيها الفينو باربيتون ده فيه ده اسمه الجالمين حدا بنوصله ان شاء الله الجالمين ده أخو الكوراري فاكريني الكوراري الكوراري ده عباره عن ايه؟ سكليتال مش كلا ده بيتاخد في العمليات عشان نعمل الارتخاء في العضلات ده شبهه بالظبط شبهه من ناحية الميكانيزمو باكشن وحاجات كتير قوي كويس؟ طب ايه أدوية معتبدة اساسا على رينال كيرانس افرض بقى جالك عيان عن رينال امبيرمنت فاهم السؤال؟ عيان عنده مشكلة في الكيني يا ترى ده احسن لي ادي له دواء لأيبوفيلك ولا دواء هيدروفيلك يعني عنده مشكلة في الكدني يعني عنده مشكلة في الإكسكليشن شوية مشكلة لما أجعله الدواء أختار له دواء لايبوفيلك ولا دواء هيدروفيلك يعني أفترض معاك إنه هو عنده مثلا ضغط وأنا قررت أدينه بيتا بلوكر وعندي احتمالين عندي دواء من البيتا بلوكر لايبوفيلك اسمه بروبرا للول وعندي أجوية هيدروفيلك زي الأتينولول والنادولول اختار لي دواء كدني بتاعته مش عياني قصد كدني بتاعته مش شكلة كويس أدينه دواء معتمد في التخلص منه على كدني ما نعمل ايه أدينه دواء لايبوفيلك ايوه هيتحول غالبا إلى ايه الله ينور عليك هيتحول إلى ايه اكتف بيتا بلايت ينزل بقى في الكدني بسرعة ينزل ببطء ما ينزلش مش مهم يعني أنا خلصت خلصت من الدواء لكن لو كان الكدني بايزة وديته دواء هيدروفيلك أنا معتمد في التخلص من الدواء ده على وظائف الكده صح؟ يبقى لوظائف الكده تعبانة يبقى التخلص من الدواء اللي لسه شكلة ده في صهوة فأباس نقع بقى في سؤال من أستاذنا اللي دايما بسئلك أسئلة ملاش لازمة افرد أنا عندي وما عنديش غالدواء هيدروفيلك يعني مش مخير بقى أنا لو خيرت أختار دواء هيدروفيلك يتكسر وينزل يتكسر مش كبه؟ لكن بقى أنا هزدواء بقولك لأ ده أنا معنديش غالدواء هيدروفيلك عندي ضغط وما عنديش غالدواء هيدروفيلك واحد من الدول هستعمله ولا مستعملهش؟ هستعمله الدواء ده ولا مستعملهش؟ هستعمله بس هعمل؟ هستعمله بس هعمل؟ بربو عليك أعمل حاجة بقى يعني ياريت الفرماتر مع الطب ده كده حاجة يعني زي شوعة بعض هتحتاجوا لما تخرجوا كتير قول كلام ده بعمل حاجة اسمها يعني بفصل جرعة على حسب العيان على حسب وظائف الكلام بتاعته مش لازم نعرف احنا بنحسبها ازاي بس لو بناخد العمل ان شاء الله هنسمع معادلة كده بنستعمل فيها حاجة اسمها كرياتين كليرانس أشوف الكرياتين كليرانس بتاع العيان بالنسبة للسليم واحسب الجرعة بتاعته صحب يا جمع؟ يبقى كي ان انا عندي معتين الادواء كده لايبوفيليك وهايدروفيليك صح؟ طريقة الفروق بينهم النهاردة بس بفكرك لو العيان عنده ويلا الانسوفيشالسي يفضل دواء لايبوفيليك لو العيان عنده مشكلة في الكدنيا وهتضطر في الدواء دواء هيدروفيليك we have to adjust the boost بالمرة بقى امتى مديش الدواء لايبوفيليك امتى يفضل ان انا قدي دواء هيدروفيليك لو الليبر هو اللي بايز والكدني حلوة مش كده؟ يبقى ساعدها الدواء الهيدروفيليك بالنسبة لي احسن افضل دواء هيدروفيليك طيب اهو في مشكلة ان انا مش قادرة بتخلص منه مش كده؟ يعني سريب الادوية دي الادوية دي هو كتبها في الكتاب دي ادوية كلها سيف فيه ادوية لوعية مشتوى في البامة توكسي وهي معتمدة على الرينا الكليلس بايز؟ بايزروفيليك هيدروفيليك يعني مش ايه لأ اهو اقبار انا افهمت اصل اللي بينزل في اليورين يا جماعة دا ما بينزلش كده مرة واحدة يعني مش العين ياخد الدواء ويدخل حماجر ملسة للدواء في اليورين بقى الدواء بيدخل في اليورين جزء منه بيحصله فلتريشن وجزء ميرجع للدلط واختبالك جزء بيدخل هنا كده وجزء كبيره وما بيعطيش اللفة الجاية ان شاء الله شوية هينزيله في اليورين واللفة اللي بعدها شوية فعادتاً الدواء اللي بينزل في اليورين انت فهمت قصد؟ يعني انا كده صح اللي جيبها بقى دي اللي انت تطبعها لو شاء ليه قدينه دواء دايتي ثانية؟ طيب هو الدواء الهايدروفيليك ده اقاليباً حصلوش متابوليزم مش كده؟ الدواء الهايدروفيليك ده بيحصلو متابوليزم؟ طيب ايحصلوش؟ طيب مدان ما حصلوش متابوليزم يبقى اكتب ولا ايه اكتب؟ يبقى لسه اكتب طيب لو انا مش قادر اتخلص منه وعمال يعلالي في الدم ممكن يعملي تسمم ويعملي اعراض جنبية عنية صح؟ فعشان كده لازم اضبط الجرعة اللي هاتيها للعيان على حسب خضرة العيان على التخلص من الدم هو اقرب من الدم هو اقرب من الدم لا بالعكس ده هو سهل التخلص منه مش مشكلة بس في العيان ده بالزاد في سؤالة في التخلص منه لو عنده ليه الامبيرمنت انا بكلم على العيان بياخد دواء باحتاج في التخلص منه انه ينزل في اليوران بس الكدني مش شغالة كويس فقدرة الكدني على التخلص من الدواء اقل من الطبيعة صح ده في العيان صح؟ قلون ده يمشي في الطبيعة في البناء ده من العادي كده لكنه بيكون عيان عنده ليه الامبيرمنت يبقى سهل انه تخلص من الدواء باته؟ هيبقى في صعوبة شوية مشكلة يبقى احسن وهو نازل اكتب يعني مشكلتي انه هو نازل لسه شغالة فالدواء ده لو مش قادر هتخلص منه المستوى في الدم ممكن يعدد وفي بعض الأدوية ممكن يعمل توكسيك في حاجة فهو صعب يا جماعة للموضوع الوصل يعني ماشي كده طيب نخلص بقى من حتة الإكسكريشن دي النقطة نمرة اثنين في الإكسكريشن او الطريقة نمرة اثنين في الإكسكريشن لليحصل إكسكريشن باي جاسترل اسفايلات 3 وبرضو ما عارش هنا في شوية حاجات كديني كان كده نركز معلومة ده فيها الجيء ايتي ده ممكن يتخلص يترب التخلص من الدواء عن طريق سالايبا الصوت يا شباب او عن طريق الباير او عن طريق السطمك او عن طريق نمزل في السطولس يعني نريد يعنيها الجيء التي اعتبر كمنفذ لإخراج الدواء عن طريق حاجة نجرب بعضه يا سالايبا، يا باير، يا سطمك، يا سطولس السالايبا انهاش قيمة هي مكتوبة في الكتاب فانا مطبعين لقولها ان الدواء عيان ياخد دواء والدواء يبقى إكسكريشن في السالايبا فيه أجوية مشهورة زي المورفين هنسمع عنه ان شاء الله في التربية التانية وقصة كده بها علاقة بأنه هو بإكسكريشن في السالايبا وعجالة بقى دلوقتي الأسبرين جزء الوسيط أو منه بينزل في السالايبا الميركري والحاجات القديمة بتاعت زمان الهيبي ميتالز دي يمكن أشهر دواء أشهر دواء مش مكتوب حتى في الكتاب بينزل في السالايبا أو بينزل جزء منه في السالايبا اسمه ريفا بيسين سمعتنا عنه بكرة سمعتنا عنه بكرة سمعتنا عنه بكرة بس المشترينة قدتوا تقريبا في السالايبا يعني قدت إنه هو مثال الانديوكسر الهيباتيك ميكوزوين بالمناسبة بقى الفمبسين دا بيبقى في السالايبا وإكسكريتت في اليورين وإكسكريتت في البايل وإكسكريتت في الدموع في الدموع ويعمل أورانج ريد اسكالاريشن لأي سكريشن مندول يعني العيالة بياخد الفمبسين دا أول حاجة لازم تقول هالو خلي بها لك الدواء دا هيخلي لون بقول أحمر لو ما قلتلوش الكلام دا وروح البيت دا اليون الأحمر هيتخط هيتفزها يبتكر لي فيه بقى ولا فيه ماليجنسي ولا فيه ولا حاجة ويعمل يلون لون أي حركة من سالايبا تيرز أي حاجة ببتكر ليفمبسين دا ان شاء الله لحد لما لوصل له المشهور أولي بتبقى إكسكريتت في كل مكان فهيبسيبك بقى من السالايب السطبك انت بتخيل يعني ايه الدواء يبقى إكسكريتت في السطبك هنقول لك مثال كده عشان نقرب الموضوع شوية ممكن الدواء الوحيد اللي مقبوض في الكتاب أو في المفعج اللي ببقى إكسكريتت في السطبك هو المورفين هو المورفين دا ايه في الطب؟ هنرجازك مش كده؟ حلوة المورفين في ايه؟ حلوة في ايه؟ يعني الناس بتدمي المورفين ليه؟ عشان بيعمل حاجة اسمها يوفوريا يعني يعني عنري المزايف بقى والكده السعادة بقى والشعور بالـ كويس؟ عايب المورفين يعني بيعمل طولرانس يعني ايه طولرانس؟ يعني بالصفص بيعمل طولرانس بيعمل طولرانس وبعد الطولرانس بيحصل في المورفين حاجة اسمها لو بيبقصين كده الإدمان الناس اللي بتاخد المورفين بالذات المجمينين بياخدوه ازاي؟ لا المورفين ما بتشابش المورفين بيتاخد IV ما شفتوش اله هانيه وشعرف عايوة المورفين بيتاخد IV دايما في المدمن بتاخد IV تخيل بقى جزء من المورفين هو جوه البلد كده عن طريق IV جزء منه متخيلها يا جماعة؟ يعني داخل على كل حتة في الجسم هيرحلها مورفين مش كده؟ شوية من اللي رايحين للـ هيدخلوا من البلد لـ فكأن الده ده مورفين لو هي جرعة عادية بالمورفين ليس لها أي قيمة لو جرعة سيارة كده 5 ملي 10 ملي المورفين اللي هو كمسكن ده مفيش مشاكل مشكلة المدمن ايه؟ انه كل شوية محتاج عندي جرعة مش كده؟ ففي بعض الأحيان بيقصر لما يسمى توكسك دوز لما يدخل في توكسك دوز الشوية اللي يدخلين جوه الستومك ممكن يرجع المنتص تاني من الـ ويدخل على الضط وهيعمل مشكلة يعني يزود مشاكل التسمم بتاع مورفين انت خيب؟ طيب اللي عنده يتعملو ايه بقى؟ صح يتعمل الستومك روش أو جاستر كلاب هو ده من الغسيل المعدة يتعمل امتى؟ لما يقولوا ما اخد دواء حقنة؟ ولا اخد دواء أوران؟ مش معنى؟ يعني ما اعمل غسيل معدنية؟ عشان عندي الانتصاص مش كده؟ المورفين بقى فيه إكسابشن فبعض الحالات باضطر ان انا اعمل غسيل معده مع ان انا عارف العيان ده اكيد واخده اي بي مفيش مدمن في الدنيا بياخد مورفين أوران وهو بياخد المورفين إنترابينس ولو طال على رأي حد من الاساسات لو طال حتى يبقنه كده في اتمامه على طول هيعملها فهو رغم انه واخد المورفين إنترابينس لكن استومكهوش كان بي تلفوربت في العيان ده عشان قل للجزء تاع اللي حصله يعني دخل من البلد للستومك ورجع التاني حصل له انتصاص ودخل على البلد خلاص يبقى قصة المورفين دي بقى هلقولها ان شاء الله في الترجل التالي بس احنا عرفتها بقى كده انا بقى من استومكهوش في عيان واخد توكسك لزم المورفين مع انه هو ما اخدوش الجزء اللي بقى بتاع البلد ده جزء اللي مهم في الطب الحقيقية يعني كام الفلد بقى السلايبا والاستومك ده اي كلام يعني الدواء اللي بينزل في البلد وخلي بالك عشان يعني اكتبت اسم ممكن مختصر شوية في الجزئية الدواء احنا اخذنا الدواء عدى عن المورد اللي نازل في البلد حجم الاثنين يئمة الدواء نفسه نازل من غير ميتابوليزم نازل اكتب يئمة دواء يكون حصده ميتابوليزم نازل متابوليزم بتاعه فهمين يا جماعي؟ دواء لما عد على الليفر هيتكسك هيحصاره ميتابوليزم اللي اقولنا عليه المرة اللي فاتت ممكن شوية من الميتابوليزم اللي هو المركب الجديد اللي ظهر بعد الميتابوليزم ينزل عن طريق البلد وده ما يهمناش ده هيكمل طريق وكده لحد ما يخرج مع الستولز انا الهميني بقى الجزء اللي نازل اكتب في البلد طيب تخيل البلد بيودي فين؟ يعني يا جاي من الليفر كده بيتخزن في وبعدين ينزل عن طريق البلد على الديودرام صح؟ طيب تخيل بقى جزء من الدواء الاكتب ده اللي نزل في الديودرام هيمشي شوية كده لحد ما يوصل للإليم ويرجع يمتص تاني الدواء اللي نازل شغال اهو مش كده؟ يرجع على البلد تاني وبعدين يعد على يحصل له في البلد ينزل في يرجع يمتص جزء منه تاني وبعد شوية يحصل نفس اللفة اسمها ايه اللفة دي؟ ايه اللفة ما بين ايه؟ ما بين الليفر وما بين الانتستن مش كده فيسموها انتيروهباتيك انتيروهباتيك يعني ليفر بتعمل ايه في الدواء دي؟ يعني الدواء ينزل ويبطص منه جزء يرجع وهجازها بتعمل ايه في الدواء؟ بتعمل ايه في الدواء؟ صح الليفر بتؤدي الى أشهر أمثلة نازلة بالطريقة دي عندنا المورفين الجزء منه بيرجع ويشتغل تاني عندنا الريفنبسين اللي كده لسا نتكلم عليهم شوي الريفنبسين ده لما تيجوا تكتبوا ان شاء الله اللي هيعائق العليمة الريفنبسين وتكتبوا له مرة واحدة في اليوم يتكتب له الجرعة يتاخذ الصبح بس يفضل شغال لان هو ليه ما يسمى بالانتيروهباتيك سيركوليشن في عندنا مثال تانيه مش مهمة بس عشان اكتوب في الكتاب لو شفته متتخدش يعني بحاجة اسمها فيلولفالين ما تكتبينه ده في البيو ولا في الكيميا ولا برجاتيب معناها ده احنا نسميه بالعربي ملين بس يعني هو ترجمة مش صحة اوي هو ده بيفضل ده بيعالج الامساج بيتاخذ عشان لو ستونس فيه مشكلة في التخابص منها ده يفضل شغال لان يقول عليه برجاتيب اللي هو الفنورفالين ده يبا دي امثال الادوية لها ما يسمى بالانتيروهباتيك سيركوليشن طيب فيه ادوية بقى حلوة قوي نزلة في شغال لانتيروهباتيك سيركوليشن او زي مثلا دوا من البنسيلنز المشهورة اوي اسمه ambicillin الدوا ده نازل في الجول بلادر ونازل في السمال انتستن اكتب نازل زي ما هو كده ده الميزة اللي فيه انتيروهباتيك الديتوهباتيك الديتوهباتيان عدع ليفر ما تكسرش ونزل في البايل لسه محتفظ بكافاته ايوا يعني هيعالك كويس قوي يعني نعمل بالذات بقى ادوع على دوع زي دول الانفكشن تاعت الجي اي دي زي طي فاي او الانفكشن تاعت الجول بلادر مش كده زي زي سمعتها الانتيروهباتيك اللي بينزل اكتب في البلادر في البايل تا حلو قوي وفيه ميزة كبان حلو قوي بكلا لسه بنتكلم عنها وطولنا فيها معظم الانتيروهباتيكس معتبدا على الرينا الاكسكريشن لو انا عندي مشكلة في الكدني كمل بقى لو عندي مشكلة في الكدني وباخد دواء معتمر على الرينا الاكسكريشن لازم اعمل ايه ايه ما اسماش اقل تبقى اسمها ايه صح تبقى اقل بس اسمها كويس في بعض الادوية بقى حتى لو الكده مش سليمة الانتيروهباتيك ده يريحني قعدوا رديني العيان من غير محتاج اعمل صح؟ لو هو نازل فيه نازل عن طريق البيل بالجي اي تي بفهم يا جماعة؟ يبقى كأن الامبيسيل والفامبيسين وادوية تانية ان شاء الله كتير في الانتي بيوتكس عن جماعة ان شاء الله في اخر السنة بتنزل اكتب عن طريق البيل الميزة اللي فيها في علاج الكوليسيستايتس والانتيرايتس اي مشكلة انفكشن في الجي اي تي والميزة التانية لا تحتاج الانتيروهباتي لو العيان ده عنده لينا الانتيروهباتي انا رياحة دماغي بقى ولا ها عدا حسب فجرعات ولا اثبت فيها لان هو لا تحتاج على الانتيروهباتيكس يبقى خلصنا كده تقريبا من جزء بتاع البيل لو انا بنسى حاجة ما اقولولي يعني انا الحاجات بروح كده ذاكر لانا قلته تاني فلو اوليت حاجة ناسيها برجع اقولها بس يعني اول بقول كده لو احزته حاجة اقولولي في الجزء الاخير بتاع الاسكن ايسي في الجزء تاع السطولز اني دوا بقى اللي نازل في السطولز اني دوا اللي تبلع ونزل في السطولز طح اما بالبداية دوا من اول خرص كده وغالبا الدوا ده هيبقى اصلا عشان اعالي حاجة لوكل في الجزء او الايوان دوا اتكسر في الليفر ونزل وكمل طريقه او مش كده ما حصلوش الانديم هباتيك ولا حاجة دوا حصلوا وما بقاش ابزور بمرة تاك فكابل طريق ونزل عن طريق السطولز يبقى ادي الروت نمرة اثنين الكبير هو جي اي تي وا احنا خلاصنا رينا وخلاصنا جي اي تي الروت التالت اللي هو اللنج اللنج يعتبر بروت ويعتبر انهي ادوية اللي اخدها عن طريق النفس انهي ادوية اللي اخدها او اللي اخدها عن طريق الاناتيزية او ايوا ادوية البرونكال اسمة بخاخات مش كده او ادوية الاناتيزية ادوية التخليل الكلي وبرضه مش هنطول او ان شاء الله في الاناتيزية بس يعني الاناتيزية 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 بتتعمل عن طريق الانهاليش يعني يئم حاجة اسمها الاناتيزية الاناتيزية زي ده اسمه الاناتيزية يئم عن طريق جازز زي ده مثلا اسمه نيترس اوكسايد بتخليل لما باخد عيان قط العمليات وبديله غازل تخدير اللي بيحصل انا فاتح استوانة ان تخديره وموصل لغازل العيان داخل عن طريق الاناتيزية وبيمتسك وايس او عن طريق عارفين السبب مش ها؟ الغازلات التخدير دي او البراطياليكويتز دي تبنتس بسرعة جدا بتبنتس تقريبا كومبليتلي ليه؟ بسرعة جدا بسرعة دي الدواء هيعدي بالالبيولايت دي يدخل على البلد على السيستيميكسيكوليشن يروح على البرين طول ما نفاتح الاسطوانة دي الغاز او البراطياليكويت عمالي يعدي في الاتجاهنا صح؟ ليه؟ صح؟ هكتب منه بقى تركيز تقريب تركيز في الاسطوانة اعلى من الالبيولايت الالبيولايت اعلى من البلد البلد اعلى من البرين كبايز؟ لما جاء في الاسطوانة دي عرص خلصت العملية وعايز يفوق العميات فقفلت الاسطوانة تيحصل ايه؟ طبعا ممكن يا سبيل الاسطوانة اللي هيحصل ايه؟ ان الانالتيزي هتخرج من البرين للبلد للالبيولايت للهوبر بها الفكرة كلها فكرة عشان كده اي واحد فيكو يدخل قطر عمليات او حتى يشوف دكتور تخديل يحس ان ريحة الغاز اللي كان بيستعمله او ريحة المخدر بوجود يقول لك ده ريحته بنج مش كده؟ كلمة بنج دي انا نفس اعرف جاية من ايه الحقيقة من اقبل الفضل غريبة اللي في المعرفش بنج دي جات من ايجاز بقى صيني او حاجة مش عارب بس ايه مقصود بها التخديم يعني العيال اللي طرح انا قلت العمليات او الدكتور حتى اللي طرح انا قلت العمليات هتشب فيه ريحة الغاز ده او ريحة الوراطايل نيكود لانهو بيطلع باي اكسباريش ده بالنسبة لللونج اخر مكان بقى بيحصل فيه اكسكريشن احنا قلناه قبل كده سكين جلانز والسكين جلانز مقصود بيها حاجتين سويت جلانز او المامل جلانز او البرست ميلك يعني السكين عشان يفرز ادوية ده حاجة صعبة اولي بس يمكن ان عن طريق السويت جلانز المشهور قوي بييفامبسين منقشر قبل ان تخرج عن طريق الجلد برضو هو ده نسميناه بييفامبسين ايه بقى اخبار البرست ميلك بقى نفس الكلام بالزبط ده احنا بنقام لكده واحنا نتكلم على البرست ميلك فاكر قولنا اين؟ بالزبط كده لو سنت بتاخد ده وبترطة غالبا هتلاقي معظم وقالول هي اخدتها دي وصلت لعنطرية البرست ميلك الفرق بقى ان فيه قدوية سيف يعني ده زي بتاع الالرجي او مش عارف زي بتاع مثال كلها قدوية بسيطة لكن لو هي بتاخد خطر مش كده لو بتاخد تتراسيكلن لو بتاخد انتيثيويد يبقى لا هتبقى اعمل حسابك كده لو فيه مورفين من ضمن الادوية المشهورة بتنزل مع البرست ميلك كده اعمل حسابك بقى ان الادوية دي هتأثر على البرست ميلك مين اكتر الادوية متركزة في البرست ميلك؟ البيزيك دراكس والليبيد صوليبل دراكس وعرفنا السبب ليه بيزيك لان البي اتش بتاعت البرست ميلك تعتبر اسيليك باللسبة البي اتش أو بلازما فالدواء البيزيك ده يبقى اغلبا مور ايونيز في البرست ميلك عن البلازما فيبقى ترابد مايرجعش البلد تاني يفضل جول البرست ميلك لحد ماينزل مع البرست والادوية لان البرست ميلك خلصت كده بقى من الحتة بتاعت البرست ميلك مش عايز اخطوك يعني بس الجزء اللي جاي ده هو الأجزاء الصعبة شوية في الفرما ومن سوق الحظ ان السنة اللي فاتت انا كنت اعجلته لحد اخر درس في الجنرال فايومها تعبت ومشرحتش والجزء ده ما تشرحش يعني حتى الاسف ملوش تسجيل في المحضرات السنة اللي فاتت انا عايزك بقى تنسى الكتاب كده شوية وايوه حلو الانتخابة ايوه ترجع لوارة كده وبتستباكة ويقوله وان شاء الله صحي ان شاء الله هيعدي يعني هو العنوان كده مكتوب عنوان يفضل شوية اسمه يعني فيه كده قواعد حاجات اساسية في الفرماكوكاليتكس ان شاء الله هنسمعها معكم خي من غير ما كنت ان شاء الله هنرجع للكتاب بإذن الله عشان محدش يتخط يعني بس قبل ما هنرجع للكتاب بقى انا عايز افكرت كده ان احنا هدفنا دي في علاج اي مرض بدوى ان احنا نوصل بهذا الدواء الى تركيز معين في البلازما صح؟ نعم لا انت تتبعنوة دي قبل كده عشان عالي اي مرض بدوى لازم اوصل لما يسبق بالثيرابيوتيك ماشي كده؟ طيب افترض معا كده قادي الزمن اهو وقادي البلازما كونسنتريشن كده انا عايز اوصل للتركيز ده عايز اوصل بالدواء للتركيز ده عندي طريقتين اوصل بيهم لهذا التركيز طريقة ان انا قادي جرعة كبيرة من الدواء في الاول عشان ان انا قادي جرعة كبيرة من الدواء عشان اوصل للثيرابيوتيك بلازما كونسنتريشن أسرع طريقة دي اسمها جرعة بملة العيان بالدواء ترجمة حرفية كده حتى بنعبي العيان ماشي يبقى ليه الطريقة الأولى ان انا قدي جرعة كبيرة في وقت قصير كده قدي جرعة عالية قوي عشان اوصل الدواء بسرعة صح الميزة الميزة بتاعة الطريقة دي السرعة يبقى تنفعني بمتى هنسمع ان شاء الله في يوم من الايام كده عن حاجة اسمها عنده يموت فبتديره دواء بالطريقة دي قديره جرعة كبيرة من دواء عشان يبتدي الدواء بسرعة يوصل لثراكيتك ويعالي بنعملها مع دواء اسمه جي جوكسن ايه بقى مشكلة الجرعة بالذات مع دواء زي تي جوكسن فكريت تي جوكسن داكت مشاكله ايه الفرق ما دين الله ينور والتوكسيك بلازما كونسنتريشن والتوكسيك بلازما كونسنتريشن لا اخباره ايه لا ايه فلو ديت الجرعة الكبيرة دي يمكن تعدي من التوكسيك توصل لتوكسيك طح؟ خصوصا في انهي عيان كلام بقى كلينيكر يعني الفرقة المحيرة والله لو تاخد كده بشكل انهي عيان اللي معرّب لما دينه دي جوكسن يدخل في تسامه اللي عنده لا طبعا لو فيه صح كدامك مية في المية لكنها بطريق ما بياخدش حاجة تاني مشاكل بالليفر ايه اللي عنده مشاكل في الالومنيشن بتاع الدوة صح؟ عنده مشاكل في التخلص بالدي جوكسن الدي جوكسن ده معتمل أساسا على رينال كليرانس وجزء بسيط على ليفر يعني يقول لك كده 80% إكسكريتف زي ما هو و 20% بتابرو بايزن لبا لو عندي رينال إمبيرمنت هيبه فيه مشكلة حتى لو عندي سيفير ليفر إمبيرمنت برضو عندي مشكلة طب مين رعيان اللي عنده غالبا الاثنين كده بعافية بحكم الزمن يعني حصل عندي وشاكل في الكده وحصل عندي وشاكل غريبا في الليبر الـ يبقى الطريقة دي اللي هي الـ جوكسن دي في منها يا جمعة جرع مبيرة في وقت تصير عشان نوصل بسرعة طريقة دي حلوة أوف الطوارئ بس البعض الأحيان بتؤدي إلى خصوصا في الأدوية اللي فيها مشكلة في الفائق بابل وخصوصا في بعض الناس اللي عنده مشكلة في التخلص بالأدوية زي الرينا أو الهيباتيك طيب هنترفع مع بعض بقى الـ احنا عايزين نحافظ عليه عايزين نحافظ عليه والخليه دايماً سابت فبدل ما أقول هقول عليه سهلا؟ سي اس اس دي أسمحها كيف بقى النهاردة طيب هي نفس معانا إنه نقول لك إن الدواء ده عايزين نوصل لـ عايزين نوصل للمستوى ده وعايزين تقريباً نحافظ على المستوى ده هواتا لو بديت جرعة كبيرة كده مرة واحدة اللي هي خلاص قسيم العيان يعني الجرعة واحدة خلاص ونمشي إيه اللي هيحصل لما تجيل الجرعة واحدة وخلاص الدواء هيرجع هي اللي تاني مش كده؟ يبقى عايزة أعمل إيه؟ عايزة أحافظ على مستوى الدواء ده في البلازما كويس؟ فدي جرعة يسموها كده بالصبت يسموها مانتلانس دوز مانتلانس يعني إيه؟ محافظة مش كده؟ يبقى أنا بدي جرعة صغيرة الهدف الأساسي منها بعد ما وصلت الدواء خلاص للتركيز اللي أنا عايزه نفضل الدواء عند التركيز ده انت عارف تجور عايزة قريبا تساوي إيه؟ تساوي ما يفقد من الدواء تساوي الجزء اللي الجسم بيادخلص منه سواء ليفر أو كدني أو الاثنين تمام؟ اعرف إزاي إن شاء الله لأحسبها حالة بس الـ concept الأول يعني طيب خلاص عرفت الطريقة الأورانية دي بالمناسبة يعني الـ loading dose دي انت عرفت حسبتها في يوم من الأيام كده عرفت إزاي تحسب الـ loading dose لو انت عارف الـ plasma concentration اللي انت عايزت وصله اللي هو الـ plasma concentration وعارف حاجة اسمها الـ V-D بتاع الدواء فاكرينه المعادلة كانت بتقول إيه؟ الـ V-D تساوي الـ amount أو dose على التركيز اشكلا أنا نهاردة عارف إيه؟ عارف التركيز اللي أنا عايزة وصله معارف الـ V-D تاع الدواء ده رقم سابت لكل دو يبقى تديم الـ amount أو dose الأولانية دي ازاي؟ الـ V-D تايمز هو اسمه إيه بقى نهاردة؟ CSS لازم؟ طيب كل دي طريقة واحدة اسمها الـ وإن شاء الله بزيت اللي اشتغل في الـ انفكشن لما يجيلك يعني عنده مينجايتس أو عين عنده سيبتسيميا أو عين عنده نومانيا عنده انفكشن يقول عليه ممكن يموته غالبا بتروح عامل كده بتروح جيت مد جرعة كبيرة من الـ في الأول وبعدم تكمل بقى مثلا إيه؟ تبقي مثلا مثلا يعني 2 جرام الـ 1000 ميلي جرام وبعدم تقول له بقى خد 500 ميلي جرام كل 8 ساعات الـ 1000 ميلي جرام دول إيه؟ تسموا إيه؟ تسموا إيه؟ تسموا إيه؟ ولـ 500 ميلي جرام كل 8 ساعات منتنانسو كويس؟ تفهمنا؟ تفضلين تفضلين تزاير الـ لا عرفته بقى أنا عرفت ده منين وعرفت ده منين دي حاجات موجودة بقى خلاص في الـ في الانترنت وفي كتب الفارما وفي النشرات الألوية وفي كل حاجة يعني كل ده معروف تمام كده كل ده ومعروف عنه الـ ومعروف الـ طيب تعالي بقى للطريقة التانية الطريقة التانية أنا أقدي إيه؟ 500 ميلي جرام كل 8 ساعات للأول كده خالص كويس؟ يعني كأني بدل جرعة نسمها إيه؟ تمنتنس بتقدر الجرعة يحصل فيها داتي بديت النهاردة الدواء أو بديت الساعة 12 مثلا للدواء عالي كده مستوى في البلازما وبعدين نزل شوية ليه؟ او بيتموليزم أول اتنين وبعد رح تبدي جرعة تانية فعالي شوية وبعدين؟ شوية منه قاله وبعد رح تبدي جرعة كمان فعالي شوية قاله وبعدين جرعة كمان وبعدين جرعة كمان وبعدين جرعة كمان كويس؟ كده انا وصلت إيه؟ وصلت للستيد للستيد الستيد وبعدين أنا مكمل بنفس الجرعة الجرعة لا أديها هاتس فيوق الجرعة أو الجزء نبي يفقد من الدواء حيبطر الدواء عملت تخيليني يا جما؟ يعني بدأت دلوقتي الدواء الجرعة عادية خالص انا مثلا افترض معك احد زيارة بتده عنده بياخد كل يوم ارص دوا الصبح الدوا ده ما وصلش للوقتي او ما وصلش بعد ما اخدته الـ ده عايز وقت عشان يوصل الـ جرعة وورانا جرعة في محدد وورانا جرعة تانية وورانا جرعة تانية فيبتدي مستوى الدوا في البلازما يعلى بالتالي لحد ما يوصل لمرحلة الـ وهيفضل تقريبا سابق عند المرحلة دي لان الجرعة لما باخدها بتعود ما يفقد من الدوا سواء بالـ ايه ميزة للطريقة دي و ايه عربها ده عربها صح انها محتاجة وقت وده غريبا مش مشكلة في معظم الامراض حاجات الكرانيك كلها ماش ما فيش تستعجال يعني ضغط ما انا بقالي اصلا عشان سين عندي ضغط بجل ما اعرفش فمش هتفرق لما استنى يومين 3 او 4 الميزة اللي فيها بتجنب بالتوكسيسيتي غريبا مش كده بتجنب ان انا اعلى بسرعة كده ووصل من الى توكسيك كونسنتريشن الى توكسيك كونسنتريشن ماش كده؟ الناس مزاكناش كويس او مزاكناش خالص بس اكيد لو اقنى ان ايه كيميتيكس يعني ماش كده؟ ماش كده؟ فانا هتفرق معاك ان انا بتكلم على ادوية عن جزء الميتابوليزم بتاعها تسيبك من ده انا بتكلم على ادوية بيحصلها ميتابوليزم بتتكسر بانزايمز معينة سواء بقى مايكروزومة او نور مايكروزومة او قصة تاعة المرة المرة الادوية تاعة الطب كلها بتخضع لقانون من الاثنين في قانون اسمه First Order Kainetics وفي قانون تالي اسمه Zero Order Kainetics كل الأجوية في البنهج او في الضبط بيحصلها ميتابوليزم لو افترضنا انا بس بكلم على المقطة دي بطريقة من اتنين اما طريقة اسمها First Order اما طريقة اسمها Zero Order First Order يعني يبقى يعني الدوة ده بيتكسر منه Percent Per Unit Time الدوة بيتكسر نسبة مئوية من الجرعة او نسبة مئوية من تركيزه في البلازمة في واحدة الزمن هقولك مثال يعني دوة بيتكسر منه Ten Percent Per Hour مثلا يعني كويس؟ وما الـ Easy Order Easy Order الدوة بيتكسر منه Fixed Amount Per Unit Time هقوله عليها Fixed Number Of Moles بتكسر منه عدد جزيئات معينة في الزمن مثال يعني دوة بيتكسر 10 ميلي جرام في الساعة انا هكتر فينش حاجة انت احكي طبعا مش مش فيك تعالي بقى اقوله امثلة كده بالارقام الدوة الامرة واحد اخدت منه جرعة 100 ميلي جرام كويس؟ مفهوم يا جماعة؟ او يعني جرعة او تركيز عشان بس مش عايز الاخوات اكاولي هنفرد انها جرعة 100 ميلي جرام وصلت للبلازمة الدوة اللي يتكسر في الساعة 10 في المية تعرف تحسل بقى بعد ساعة فاضلة في ايه في البلازمة؟ ما شاء الله 90 صح تكسر 10 في المية في الساعة فبقي 90 طبع بعد كمان ساعة صح تكسر 10 في المية من التسعين مش كلا؟ يعني تكسر 9 يعني بقي 10 حليون تمانين بقى عشان احنا ايه مفيش بنا وببعض حساباتي يعني مفتقاتش علي الواحد يعشي تبقى سهلة تمانين طبع بعد ساعتين هم بعد كمان ساعة تكسر ايه؟ تمانين طبع تكسر 10 في المية منهم يعني تكسر تمانين يعني بقي 100 و 70 حليون 70 مش هتفر كتير وبعد ساعة كمان تكسر 10 في المية من الساعة يعني تكسر صح يعني ستين صح؟ بعدين 10 كمان تقريبا وصلنا للخمسين وصلنا للخمسين يعني ايه؟ بدأنا المية ونزلنا للنص فترة زمانين اسمها ايه بقى اللي تركيز الدواء بينزل فيها في البلازما من المية في المية الخمسين في المية اسمها؟ صح اسمها التي هاف يسموها البلازما هاف لايف تايم او الاليمنيشن هاف لايف تايم تي هاف تعرفت بقى التي هاف فراص مش كلا؟ التي هاف دي معناها ايه؟ كما بتزمنا صح؟ الزمن المطلوب عشان تركيز الدواء في البلازما ينزل من مية في المية إلى خمسين في المية كم ساعة بقى لما اخدنا جرعة مية ميلي جرام؟ خمس ساعة خمس ساعة طيب مرضو رعاك انت لسا ما فيمت العاية مرضو انا بقى على الدواء بيخضع لنزيله قدر كويس؟ اخدت منه مية ميلي جرام؟ وانعرف انه بتكسر منه في الساعة عشرة ميلي جرام مش عشرة في المية بتكسر عشرة ميلي جرام كويس؟ بعد الساعة هيتكسر عشرة بفضل تسعين بعد ساعة هيتكسر عشرة بفضل تمانين بالزبط مفيش بقى هنا واحد ثمانين وعشان خاطر خليهم ثمانين ده هو ثمانين بالزبط مش كده؟ وبعد ساعة سبعين ستين خمسين يبقى الاتيام بتاعت الدواء ده ايه؟ وصلنا من مية لخمسين في كم ساعة؟ مرضو خمس ساعة صح؟ يبقى في الجرعة الصغيرة مفيش فرق قوي ما بين الفرست أوردر والزير أوردر تعال بقى انت غلط او العيان غلط او اي احد غلط والعيان ده بدل ما ااخد ميهة ميلي جرام اخد ألف ميلي جرام والدواء ده بياخضع للفرست أوردر كيينتكس يبقى هيتكسر في الألف ده هيتكسر ايه منهم؟ عشر ميلي ولعشرة في المية من عشر في المية يعني بعد ساعة اتكسرت ايه؟ من الف ميonde مييل تسع saber وبعد ساعة تقريبا فضلي 800 مش كده؟ عشرة في المية منهم وبعد طبعا هم مش ترنمية ترنمية وعشرة وكلام اللي احنا قلنانا وبعد ساعة تقريبا سبعمية وبعد ساعة كمين تقريبا ستمية وبعدين خمسمية يعني الزبن اللي وصلنا فيه من الالف للخمسمية اللي هو النص كم ساعة؟ خمس ساعة معين ميه؟ معين ميه؟ معين ميه عشرة وعافي الجرعة مش كلا؟ يبقى الزبن اخبار عادية صح ميه؟ 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 هو ليه حصل كده؟ لان كفاءة الانزيمز بتزيد او شغل الانزيمز بتزيد كل ما زودت في القرعة مش كده؟ يقولك عليك الاليمينيشن is proportional to concentration صح؟ لما اديتك مية ميلي جرام كسرتلي عشرة لما اديتك ألف ميلي جرام كسرتليك مية لو اديتك عشرة تلاف اكثر ألف اكثر ألف لو اديتك مية ألف كان لعشرة وعشرة وهكذا كل ما بتعلي الconcentration كل ما بيزيد الاليميشن بروسيس فحح؟ بيقولوا عليها بقى اي اساس الحاجة مش وصل الى upper limit في الهجرة والانزيمة العادية upper limit في الهجرة لا مش هيحصل صح برافع عليه مش هيحصل هو ليه؟ ليه عمرا ما بيحصل؟ بادل طول بيقول هوا مفيش بقى؟ مفيش بالنهاية لأ الطريقة دي يسموها non saturation مفيش ساتوريشن في الانزايم يعني الانزايم كالفاقة الانزايم أعلى بكتير جدا جدا من أي جرعة تديها فطول ما انت بتزود الجرعات الانزايم بيشتغل أكتر فبيكسر أكتر عشان كده أقول عليها جماعة قصة أفطارد معاك كده إن ده كل ما بزود التركيز كل ما بيزيد اللي بيكسر صح؟ كل ما بزود كل ما بيزيد كفاءة الجسم اللي هو يتخلص من الدو التفسير كده زي ما وانا دلوقتي إن هو نون ساتير بالكاينياتيكس تمام؟ الدواء ده معرض للتسمم يعني العيان لو أخذ جرعة كبيرة معرض للتسمم مش قوي يعني طبعا هو ممكن يكون الدواء نفسه بيعمل أكشن توكسك أكشن بقى لكن لو بيكالب على الكاينياتيكس يبقى فيه شوية سيفتي في الدواء ده الدواء ده مكوش مشاكل قوي طب تعالي بقى الده أنا نعمديت جرعة 100 ملي التيام بتاعتنا كانت خمس ساعات لإن أنا بكسر 10 ملي في كل ساعة يعني أنا بقى إدي منه 1000 ملي يرايك وبيكسرك ديه في الساعة 10 ملي جرام يعني بيكسرك من 10 ويبقى لك 990 وبعد ديه ساعة 980 وبعد ساعة 970 وبعد ساعة 970 يعني مش فضيب بقى إحنا وصل لتيها مش كده إيه اللي حصل في التيام؟ وفكسل برضو مال كلما زاد تركيز أو الدوز صح؟ أقول قلقا معهم كما تحب تقول بقى يعني هذي كانت يعني الديار كده هو ليه؟ ليه أصلا بيحصل كده؟ ليه بيكس يعني ليه؟ بيجوء في الأوقات كده الجسم مش قادر خلاص يعني هفطلت معاك مثال كده كأن ده إنزاني ما هو الإنزاني ده بيقدر يشيل 10 مولز مثلا فايس يقدر يشيل 10 مولز من الدوز لو إنت قديت من 1 مول لحد 10 مول ما عدكش مشكلة صح؟ لأن كل واحد دي مكان كل مول من الدوز دي مكان هيمسك في الإنزاني ويتكسر لو إنت قديت 12 مول إنها يحصل العشرة هيمسكه في الإنزاني ويتكسره والاثنين الاثنين اللي بقاين زيادة هيستنوا صح؟ لحد ما يفضل عكيان ويجي يمسيكه فيه فعشان كده يقوله على النوع ده من الكياناتيكس اللي هو الزيو أورد دا يقول عليه ساتيورييشان كياناتيكس الإنزاني المسؤول عن تكسير الدوز أو طبعاً لو بنتكلم على كارير مسلاً في الترانسكورت فوقت من الوقات هحصله ساتيوريشان فهتلاقي عملية التكسير بتبقى ماشي أحلوة قوي في الأول وبعد كده تبطأ قوي صح؟ يعني لو من الواحد إلى عشرة هتبص تلاقيه عاملة كده مش كده؟ كل ما زودت الكونسانيوريشان كل ما الانزاني يدي يكسر الواحد لحد عشرة لو عدنا وصلنا إلى عشرة هتلاقي الكياناتيكس بدأت تبقى عاملة كده مش طلعة زي السلوخ كده زي ده فهمتوا قصدي؟ لأن هنا بدأ يحصل إيه؟ ساتيوريشان فالجزء الباقي بيستنى شوية هو هيتكسر طبعاً بس المشكلة أنه هو هياخد وقت عبار ما يتكسر طيب إيه أخبار التينوف بقى؟ عرفناها هناك تتفضل نوعاً شباهم طيب أنت متخيل فيمناك؟ أنا فهم إزاي هو يتكسر خمس ساعات هنا وخمس ساعات هنا بس إزاي هما الاتنين في الآخر من نفس الحاجة لا نفس الحاجة فيه؟ حاجة تونية توصل هنا خمسين وهنا توصل خمسمية لأ أنا بص يعني لو بنتكلم على احنا اتفقنا معناها إيه؟ ما قالك الدو ده معناها إيه؟ معناها إيه؟ تمام إن أنا بكسر نسبة مئوية من الجرعة أو من البلازما كونسنترشن اللي عمد كويس؟ فكل ما زودت الجرعة بتاعت الدو ده يحصل إيه؟ هل يدرى النسبة اللي بتتكسر أو الجزء اللي بتكسر ثابت؟ بيزيد لأن أنا بكسر البرسنت مش أماونت هنا الجزء اللي بتكسر فيكسيت أنا بكسر أماونت مش بكسر برسنت من الكنسنترشن كويس؟ لما دربنا أمثلة لقيت في الجرعة الصغيرة اللي هي الميت ميلي جرام لقيت إنه يفيش فرق بين الاثنين مش كده؟ يعني الجرعة الميت ميلي جرام وصلت للخمسين اللي هي التي هاف في الفرس أوردر بعد خمس ساعات ولو وديت ده وياخد على زيلو أوردر هلاقي برضو التي هاف في الجرعة الصغيرة دي برضو خمس ساعات الفرق أيبان إمتى بقى؟ لما إدي جرعات كبيرة لما إدي جرعة كبيرة هنا زودت الجرعة عشر أضعاف والجزء اللي بتكسر زاد معايا بقى يبدل ما كنت هنا بكسر عشرة هنا بكسر مية فعشان كده وصلت للنص بعد نفس الزمن سواء كنت واخد جرعة ميت ميلي أو ألف ميلي أنا وصلت بيكيهم بعد خمس ساعات لا مش فارقة مش فارقة هي فكرة فكرة السبب الميلي سواء Aah هو عين عشان أنا بجد في الجرعة عكبر هيا الفارق بقى في الجرعة كبيرة هيبادل زي بقى مر إن أنا الألف دول في guilty order بتكسر بينهم عشرة بس لا بكسر عشرة كده تحديدا فكل ساعة هيتكسر من الألف عشرة فعشان كده بديهاف هتبقى طويل قوي قوي عن الجرعة الصغيرة اللي أخدتها لها الميك ميلي جرام ليه بقى هنا حصل كده؟ عشان الترسيل ده ان غالبا في zero order kinetics الإنزايم ساترابل يعني الإنزايم ليه حمولة معينة قد يشيلها ويكسرها لو انت بديت جرعة أقل من حمولة الإنزايم ليبقى ما عادكش مش كده يعني بديت واحد هيتكسر اثنين هيتكسره حتى عشرة هيتكسره الزيادة عن العشرة هيتكسره برضو بس لما الإنزايم ده يبقى فيه مكان حر يمسك ممكن الده ويبسك فيه ويتكسر كويس؟ يبقى ده لما نيجي بقى نعمل كده علاقة ما بين البلازما concentration ووبيت الرات والإلمانيشن هبصة لاقي هنا linear في الفرست order linear دي معناها ايه في يعني الرسوم البيانية معناها كل ما بزود ده ده بيزيد صح؟ هنا بقى في زيرو أردر لو بنتكلم على جرعة الزيارة اللي هي أقل من العشرة مولز دي هيبقى كده أردر الـ date مول تكسر الـ date 2 مولز تكسره يعني كل ما بزود الـ ground بيزيد rate of elimination لحد ما يدي وقت الإنزايم بقى saturated خلاص فيبدأ التكسير ما يبقاش linear كده يبدأ التكسير يبقى بطيء كده ليه بطيء بقى؟ هو يستنى لما ما كان يقضى لا ييمسك عليه و يمكسر فيه تمام؟ لي بعرفنا الفرق ما بين الـ first order kinetics هو بين الـ zero order kinetics من نعبة ربنا طبعا انت معارضة toxicity أكتر شمعنا؟ ما ممكن يحصل فيه حاجة نسمعها ان شاء الله بعد كده في الـ في الـ general في الاخر كده اسمعها cumulation انت عافين كلمة accumulation دي اسمعته و هلتراكم مش كده هم في الفرقة سمعها cumulation لأن المكون الدواء ده يقولك حصل فيه cumulation rate of administration أسرع من rate of elimination صح؟ معدل أعطاء الدواء أسرع من معدل التخلص من الدواء فمع الوقت بعيدة شوية كده ايه؟ متراكمين ما تكسروش وده اللي ممكن يؤدي إلى toxic effect صعب يا جماعة كرامنا؟ طال أمثلة بقى ايه اللي بيخضع للقانون الـ first order تقريبا كل الأدوية كل الأدوية طبعا لو حصل منها التسمم هيبقى السبب مش ده هيبقى السبب حولة مثال المورفين المورفين first order kinetics هو مع ذلك يموت في الجرعة السامرة هو موت دي في الجرعة السامرة عشان ترقم؟ لأ عشان بيأمل حاجة اسمها Inhibition and Inspirational Center مايب قصدي؟ يعني عموما كده احتمالات التسمم فيهم أقل ولو حصل التسمم أغالبا التسمم سببه حاجة في الـ dynamics حاجة في شغل الدواء نفسه مين بقى؟ الـ zero order kinetics احنا عمتنى ثلاث أدوية بالتحديد كده في المنهب الـ aspirin والـ phenytoin والـ ethyl alcohol أو الـ ethanol هم الدول التلاث طبعا في كتب كاتبة غيرهم بس احنا متزمين بالكتاب هم دول التلاث أدوية اللي يخضعوا لقانون الـ zero order عشان يبقى كلامنا صح قوي لازم أقول large doses من الأدوية دي صح؟ ليه؟ ليه لازم أقول large doses من الأدوية دي؟ لأن small doses معناها ايه؟ محصرش saturation فكأنهم ماشيين ايه؟ صح؟ لحد ما اكت جرعة كبيرة يبتدي احصل saturation يبقى قلب وساعتها بقى من first order إلى zero order kinetics صح؟ طيب ودلوقتي احنا كنا نتكلم على zero order كلنا ايه؟ محصر دوز ايه؟ محصر دوز ايه؟ تخيل؟ لو انا بدي جرعة اسبريم من 1 مول ل 10 مول مفيش مشكلة صح؟ كل ما بزود الدوز بيزيد التكسير لو بديت جرعة 12 مول هيبتدي يحصل saturation enzyme ويبتدي دفنينه يستنوا شوية لحد ما يبقى مكان يعني كأنه تحول إلى zero order kinetics يعني اي ده هو بيخضع لزير أوردر معناها ايه؟ انه هو بيخضع لزير أوردر لان في البرعات الصغيرة لسه الانزاي ما هواش ساتيوريتد من النظرات الحزينة اللي انا شايفها دي؟ والآه اتفاهم ايه ما الكلام دي؟ هو دي بلا بلا بلغة يمكن دي احضر انت في منعك الفارما كله فترة هو سمول دوز هو سمول دوز انا اختارت معاك الى ده اسبرينا هو كويس؟ انا لو بياخد اسبرينا لعليك الصداع مثلا او اي قلم كده بسيط افترض معاك مثلا ان انا باخد اربعة مولز يعني الجرعة دي توصل منها اربعة مولز ايه الاخبار؟ اربعة مولز هيتكسروا بسرعة ولا ايه؟ ولا فيه مشكلة؟ طب عليت الجرعة وفعلتها تمانية مولز اخدت مثلا روسين زيادة ولا حاجة فيه مشكلة؟ طيب وصلت لعشرة مولز مفيش مشكلة اخدت بقى جرعة كبيرة قوي اللي هي بتاعت علاج بقى الروماتويد والروماتيك فيفر وكلام ده لازم تاخد جرعات كبيرة جدا من اسبري افترض معاك ده انا اخدت عشرين مول يعني الكلام على عشرين مول ايه الاخبار؟ العشرة العشرة مسكين في الامزام ان شاء الله هيتكسروا وفيه عشرة تانيين ايه؟ قاعدين في البلازما مستنيين دورهم لما يتكسروا مش كده؟ طيب ما هو ده تفسير او هو ده معنا؟ الزير أوردر كانت لما اديت جرعة صغيرة واحد يكسر اثنين زاد التكسير بحض عشرة كل ما بزود الدوز بيزيد الاليمينيشن لما وصلت للساتوريشن بتاع الانزاين بقى في مشكلة ان ما فيش مكان للدور فبدأ يحصل زير أوردر يعني بدأ يبقى فيه نوع من الساتوريشن وبدأ الكيرب بدأ يبقى فلاد شوية كده وفيه زي فلادور شوية في حبل يا جماعة عنده اللي عايز يقول اي حاجة يقول طب طان اف اكشن بتاعي زير أوردر كده حتكون اكتر؟ لا اهي صح يعني ما انا عجل اسمه والتاش بقى امتى الدوز بتدي يشتغل مش كده؟ صح جاي حالا يعني بس ما عادت لحتة الخطرة عدد؟ طب يعني اي دوز يكون فرست أوردر او تين؟ لا 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 كل الأدوية فرست أوردر بس كويس؟ ما عادة ثلاثة دول دول اخبارهم هي بقى دوز ديبندنت لو اخدت جرعة صغيرة يقول فرست أوردر زي مزايبقين خلق الله يتحولوا تزيل أوردر بس لما يبتدي احسن ساتيوريشن بجرعات كبيرة في وقت من الوقات يبقى فرق اولي طبعا طح هالكاميوريشن دي هدوقت الى توكسيسي ودي معناها اللي فعلا ما بقاش في فرق البيض ما بين التوكسيك دوز ومترابيتك دوز بس في حاجة بقى مهمة ان مش كل الادمية يعني الاسبرين ده الاسبرين فرق كبير واما لو صدنا التوكسيك ليفل ما هواش بيعمل اكشن فيه يعني البيض طبعا يعمل لكن الاسبرين لا الاسبرين يبهدل العيان قوي لكن يعدي خالص لو بياخد توكسيك دوز من الاسبرين غالبا مفيش الاوتكم بتاع مثلا المورفين او بتاع الفيليتوين او غيره فيبرده تختلف عن حسب الديناميكس لقتا يعني الداولة بيعمل اكشن يساعد ان هو يموت وهو مصدوع عالي كده وهنا ما بيعبش اقول له يا جماعة فضلا 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 احنا نسألو في الاسبرين لما ركز هولو في اللي ايه؟ في الاسبرين ما بياخد عشر ليه؟ هو ان لو خلق مثل خمسة مولة يتكسر منهم عشرة في المية وولا كلهم يتكسر كله مش هو هو بيكسر عشرة مولة مثلا في ديئة او في الساعة ماجي المؤتد ان المطلوب يتكسر عشرة في المية وولا كلهم ركز هولو عشرة في العشرة بيكسر من المصدوع هيا فارس تغبين احنا هوا هنا مش هتبقى فارق جد من المصدوع و العموت يعني زي الجرعة الصغيرة هنا وهنا لما كسرنا عشرة في المية وكسرنا عشرة مية بجرعة الغيرة من فرائية جدينة زينا اذا لاترتكسر عشرة في المية وولا كلّا ماذا اتبقى بيكسر خمسة المساعدة يتكسر عشرة في المية وقسر Front Wizard في الاسبريم في جورة صغيرة لا هيتكسر كله لا تخضع لزيلو من الاول يعني انت لو بديت لو بديت مول هيتكسر بعد كذا ساعة او كذا دي لو بديت اثنين مول هيتكسروا اه تم وداي اسمو فاشت أوردر مش كده طيب انه عد شوال بعد الحصة يعني شوالة قوي اصدق بس انتو فهمتوا عمان فرق ما بين الانين يعني هو مسلا يعني هو مسلا هنا انا شلت عامل الزمن شوي يعني هنا انا بتكلم على مثال يعني شل التايم فتر بالموضوع بس الفكرة طرامة لسه على الانزيم يبقى يبقى الانزيم يقدر يكسر كل ما بتزود الاماون كل ما هيزود اللي بيتكسر يبقى ده فرس او وانس ان حصل يبقى خلاص بقى يبقى احنا دخلنا كده كأننا بكسر فكس الاماون بقى بقى كأنه قلب بقى احنا زيرو اردر قائد لا يعني كسر يكسر ملغ ملغ لا بصي وفي حاجات بقى يعني مجاش تفسير احنا الانزيم يبقى نعمل ابحاث على في الانيمنز او او حتى في العينين بتطلع معلومات انا ببقاش عارف الدوة عمل ايه انا لما جربت الدوة دا لقيته كل ساعة بيكسر من وزر البرسان ما بقيت بالنسباني دي المعلومة لكن ما لاشك معلومة ما عتقدتش لها تفسير فاقل قابل منسة بس قابل منسة بتسمعكوا عن الكيمات اشترا اللي هي الزمن المطلوب عشان تبقيق الدوة في الفلاسما ينزل للنص عايز اقول لك بس حاجة كده واللي يحب بقى ان شاء الله يعرف اصلها بعد بعد ما نخلص الادوية اللي بتاخدها للفرست أوردر احنا عايزينها توصل اللي بيسمى بالستيري ستيت كونسانتريش مش كده فاكرين الطريقة اللي اسمها منتنة سلوس ان انا قدي جرعة سوية بتاعنا وبعدين يتكسر شوية ودي جرعة وراها كده لحد ما يجي وقت من الاوقات كده الجرعة اللي بديها قدي الجرعة ماش كده لقوا بقى حسابيا كده والعايز يعرف ان شاء الله الحسبة جيت من اين لقوا حسابيا كده انها ببتدي يقدر الدواء بالطريقة دي اللي هي المنترس دو ميسو ويكون الدواء بيخضع للمعظم الأدوية هيوصل بعد أربعة الى خمسة سهل القانون يبقى الأدوية عشان توصل بالطريقة العادية بتوصل بعد فترة زمنية يساوي اربعة الى خمسة تيهاف اقولك مثال بالأرقامة دواء بتاعه ساعتين خلي بالك التيهاف مش معناها انا بديكم لها ايه مش كده التيهاف معناها الدواء نسل لنص كده مش كده طيب الدواء بتاعه ساعتين والدواء ده امتى يوصل ده هو التركيز العلاجي لأ ده أقول ان الدواء دي اشتغل او ما اشتغلش ادرباء اربعة من ساعتين او خمسة ساعتين يعني من ثمن الى عشر ساعت صحي يبقى انت بدي تحكم على الدواء ده مثلا انت بياتك تحكم تحكم عليه هو بدأ يعالج ولا لأ او دواء حرارة او تغبر لما يعدي الاربعة خمسة تيهاف وتشوف الاخبار المثال بقى اللي غريب شوية في الطلب فيه عندنا دواء اسمه دي جوكسن سمعناها كتير مش كده هي هي القيلة تيهاف بنسبانك جالي الراجل بتاع شركة الأدوية واعمالي رصولي في أرقام وانا شوية حاجة قاعد في العيادة كما عرشو بيقول ايه هبص لأيه قال لي رقم كده اسمه تيهاف هيقولي تيهاف بتاع الدواء ده مثلا ساعتين انا فاهم يعني ايه تيهاف مش كده فاهم ان هو الزبن المخطوب عشان الدواء ينزل من 100% 50% انا بالزبالي بقى طبيب التيهاف دي هتدفعي فيه بتوع الكايريتكس ده وكده حسابيا ان انا لما بدي دواء بالجرعة المنترنس اللي بتدي تركيز الدواء فيها يعني بالتدريج لحد مايوصل محتاج الدواء ده من 4 ل5 تيهاف عشان يوصل لتركيز العلاجي بتاع الدواء فلما يقول تيهاف تساعتين يبقى انا عارف الدواء ده لما هبتدي تديه هيوصل للتركيز العلاجي اللي اقدر حكم بيه الدواء كويس ولا مش نافع بعد 8 إلى 10 ساعتين مش هاني الدواء كل ساعتين لا ما هي بقى يعني هي عايزة حسبة كده هولانك وضهار بعد المحاضرة اللي حب يعرف يعني يعني بنعلق وبعد يتينهم بينزل شوية فبخط دوس زيادة فبيعلى وبينزل شوية منهم لحد ملايين بعد 4 5 ها تيهاف وسط للمرحلة اللي الجرعة اللي بديها قد الجرعة اللي بتبقى اكسجريكت أو متى أو بعض فالديجوكسن ده اتياف بتاعته يوم ونص امتى يبتدي عالك انا ببدل عيان كل يوم برس الديجوكسن الصبح امتى يبتدي عالك ادرب 4 في يوم ونص طلعوا 6 او ادرب 5 في يوم ونص طلعوا 7 ونص مش كده يبقى امتى لما بتدى نهارده ديجوكسن امتى احكم عليه بعد اسقوة صح؟ في بقى ادوة اخد ديجوكسن اسمه ديجي توكسن بس مشكلته يبتدي ها في 7 ايام انا بديه كل 7 ايام ده بديه بديه كل يوم قرص الصبح زي وزي التالي امتى يوصل الستيدي ستيد كونسانتريشن ادرب كده ايه اربعة في سبعة تمانية وعشرين خمسة في سبعة خمسة وثلاثين يعني تقريبا شهر فرقت معاك حجة ولا مفرقتش العقام دي كلها وانا لو مش عارف المعلومات دي لو جالي اعيام بياخد ديجي توكسن واحنا دايما ايه متعاودين في العياء ده الاستشارة خلال اسبوعين من تريق الكشف وبنقصين كده اللي مش عييجي في الاستشارة هييفع كشف كامل وهيبقى وعيطي سور طيب جالك العيام بعد اسبوعين وهو بياخد بدأت النهاردة دي لو جالك بعد اسبوعين ايه الاخبار اخبار الدوائل ما عملش حاجة يا ربت فو انت هتبص على علامات اللي هرت فيها كيه زي ما هي فهتعمل حاجة من الاتنين تتغير الدواء ببقى ده من حسن حظ العياء بتعمل المصيبة بقى وتزود الجرعة المجموعة دي كلها اخباره ايه فمش هيدي لك تاني بقى هيدخل في تسامهم ديجيتاليس وخلاص فالتيهاف مهم قوي عشان نعطي راحكم على الدواء هو وصل وبالتالي اشوف الافكت بتاعه اخباره ايه طيب النقطة اللي بعد كده امتى الدواء يعني انا باخد الدواء وبعدين وقفت خلاص الدكتور علي وقفت والدواء ده امتى الدواء ده بيبقاش موجود تقريبا في البلازما تفهم سؤالي؟ انا كنت بقى في الدواء الدواء ده كان وصل ولسبب او لاخر قررنا نوقف الدواء النهاردة امتى الدواء ده بيبقاش تقريبا موجود في البلازما عندي يعني بص جدا لو افترضنا مسا لديها في ساعتين برضا خلاص النهاردة هاعتبر التركيز تقريبا موجود تقريبا في الساعتين بعد ساعتين المية بقوا خمسين بعد ساعتين الخمسين بقوا بقى خمسة وعشرين هو خلي بالك اللي موجود في البلازما ينزل لنص كان موجود مية نزله لخمسين الخمسين بعد ساعتين نزله خمسة وعشرين خمسة وعشرين بعد ساعتين اثناشر ونص بعد ساعتين ستة وربعة بعد ساعتين تلاتة تلاتة وشوية كده بعد كده تقريبا واحد او ربنا بالصفر يعني كان تيهوف بقى هادي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة يعني تقريبا بعد اربعة او خمسة تيهوف الدواء ما عادش موجود في البلازما بالضبط هي نفس الفكرة فهو بيقع له بالتدريب كده حد ما يوصل استيت استيل كونسنتريشة بعد اربعة الى خمسة تيهوف لو انا وقفت الدواء ما بديش جرعات تانية ومتاقة تحسب النهاردة الدواء وقف امتى بقى هيتخلص منه الجسم تماما هاتليها بردو بعد اربعة الى خمسة تيهوف صح؟ هاتفل معنا بردو في الادوية بدي دواء واشوف لسه تأثيره موجود مع اني وقفته يبقى معنا كده ان هو الدواء ده غالبا ايام بتاعته اخبارها ايه يعني الدواء ايام بتاعته شهر موجود على فكرة فيه الدواء بل ايه ده او في الملاج بس كده اتياه في شهر لما وقفه النهاردة امتى ما بقاش لي اي تأثير على ديسم البياني بعد 4 شمور ماش ترى؟ يبقى اهتفل بردو ان انا اعرف ايام بتاع الدواء كل ده بشرط ان يكون العياء او الدواء بياخدها على اعلى بقى الزيرو اوردر اتفضل لا بصوا حتى لو فيه ادوية انا انا اقل الجرعة اتا اصدر كده انا انا اقل الجرعة بالتدريب لا لا انا كنت بعمل ايه؟ بدي 500 ميلي جرام مثلا كل 8 ساعات كويس؟ هعمل كده عبطول هدي 500 ميلي جرام كل 8 ساعات وهيفضل الدواء يعلى بياخده في حد يوصل لس اس بعد 4 او 5 سنة وبزودش جرعات فانتقى ده اصدر ميس لا معنا الجرعة هتيجي بقى هتعلي شوية لا 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 اصلايا مش تبقى بالزبط قوي بس هيبقى تقريبا الدواء انت عارف مش ماشي خط كده تعرف ليه بترسم كده وهي على شوية وبعنا ما احصل فميتيجي الجرعة تعلي شوية مش بالزبط يعني مش باحسب كده بالميلي جرام هيبقى ديرك ان هو بيبضل يفلاجتويت كده طبعا انا في الرينج ده يبقى انا اكايني اعتبرت انا ده تبقى ده انا مش مغاير جرعة لا انا شو غاير يعني طبعا ممكن اغاير الجرعة امتى بقى يعني السؤال كويس انا امتى غاير جرعت انت بقى بقتك بس بدل ما اخذ بخمسمية ااخد اه الف ميلي جرام امتى عملها امتى قرر ان انا عاني جرعة صح لو اصلت بالستهدي استهيت كونسنتشنة ده ما ما اش يامل حاجة لسه مش كده? فممكن افكر الهيان ده عنده سريع العيان ده مش بتاعه مش حلو لأي سبب عالي جرعة ساعدها اخبرك لكن انا عشان اوصل جرعة والانتروفات سابت جرعة معينة كل فترة زمنية معينة هنا? لا مش هنعرف لو ده فرست اردن مش هنعرف مش كلا؟ لأن احنا لما وصلتنا هنا فانا بقولك احنا لو حسبناها بقى هنلاقي هنا مسلا لو بدي 100 مسلا او وصل 100 وبعدين بعد شوية قال 25 في الفضلي 75 وبعدين اديت 100 فبقوا 100.. 75 قال منهم شوية فبقينا 150 وبعدين اديت جرعة فبقوا مش عارف 25 قال 25 فبقينا 200 هجي وقت من اوقات امصة الاقي اللي انا بديل هي الجرعة ال 15 دي تقريباً اللي بيتنزل او بيتكسر فيه مينة. ده الوقت ده اللي هو هيعلى فيه ويدلي فيه كده ده. هو ده الوقت اللي الجرعة لنا باخدها تساوي تقريباً ما يفقد من الترى. هو ده الوقت ده. صح. ما يجيز بعد الوقت. صح. ما يجيز بعد الوقت بقية. طح. ايه الكرعة مشتغير. لو جاي والرسبونس كويس. لو جاي بعد شهر والرسبونس حل وبدأ الهارد فيرير عراضه تقل وانا شايف من العيان بدأ يتحسن. خلاص الكرعة هي هاي. جاي بعد شهر ولسه العيان عنده عراض. لا اعيزي التاني فوق بس لو حصل ساتيوريشن. لا لو حصل ساتيوريشن بس. لو الانزايم ده اللي انتم تقول عليها يا جماعين ده ويبطل يا انا كده ده. يبقى ده زير أوردر كاليكس. ان حصل واي اولاد ساتيوريشن للانزايم وبدأ ازيادة ده ما يتكسرش. اعمالي تريكن شوية قد جرعة بعدها يتكسر شوية وبقى شوية يبقى ده زير أوردر كاليكس. عشان كده كنت لسه اقول لكم ان في الزير أوردر كاليكس بقدرش اعرف تقريبا امتى را هوصل ساتيوريشن. نعم. في الزير اللي يازم اقاير الدوزة لو انا لقيت بقى ريسبونس هنا بدأ يبقى فيه توكسيسيتي او حاجة هرقل الجرعات. مش ده اصدق؟ يعني انا في الزير أوردر كاليكس خايف ان فيه ما يشتغلش. واللي خايف ان ده يعمل تسممه. خايف يحصل ساتيوريشن وتوكسيسيتي. مش كده؟ فهنا المتابقى على العيان لقيت فيه اعراض تحسن. وبعد شوى لقيت فيه اعراض توكسيسيتي بقى جرعة بدأ يحصل ساتيوريشن. واللي العيان مش عاره فيه كسر الدوزة فقادر الجرعة شوية. كليليكال بقى يعني هنا محتمل على اكسبوكست على العيان مش محتمل بقى على رسمه على فضلاليك. لعم؟ لأ تاني كده؟ لأ قولنا؟ تماما. محترنة عدوة عيانده يواصل بمقى ساتيوريشن معين فيه. بمقى ساتيوريشن ويمقى معين فيه. لا تصبت الحاسم بقى 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 تصى تانية. يعني اتو دخلت البوضاي فيه بعض. القرعى على خمسمية ملي جرام دي؟ لا 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 يتعرفوا برضو لما تعمل على الدول فاتعرف ان الدول ده عشان يوصل محتاج وقت قد كده والجرعة لان انا عزم بيها في العيان هو الجرعة كذا انا مش عارف يعني اديه بتبقى مورا او ريدي مورا او ريديه مسلا يعني اديه مية ومية ومية بكل اندلوب يعني صح الله ايو القرعة العادية انت دلوقتي نعم يعني مرش انت دكتور ازا كنتوا استعملتوا ادوان بسا عيان مسلا عنده سكر وبياخد ارس كل اتنشر ساع بيغير الجرعة دي امتى يغير الجرعة دي يعني هو المفروض ان الجرعة دي هتوصله بعد وقت معين انا عرفته انه هو اربعة خمسة امام بتاعت الدولة انت كدكتور اشتاق تدور على التينف وتقسم كلام دا انت بشوف ايه كدكتور اشتاق لقيت العيان دا اخد الجرعة دي وعد وقت مفروض انه هو وصل فيه والسكر لسه عاي يبقى اني قصة تانية بقى يبقى الجرعة هزودها حط معده وتاني هشيره وحط الانسولين يعني تي فرق هنا ما بدر انا بقول ده بين لكن او بتتكلم على دوز، الدوز سابته والانترفل سابته خمسمين ميلي جرام الدوار فلاني كل ثمان ساعت او دوى سكر مثلا اربعة ميلي جرام كل اربعة واشتين ساعة الجرعة اللي انا بخدها هتوصل لي للتركيز اللي انا عايزه بعد الوقت الاتفاقنا عليه اربعة الى خمسة ايات برده مش هو دايز واش حاك لو مش دايز ايجابة انا عايزه دوى عالي تي هاف بس من الشرط من الشرط اللي انا باكون بدي الانترفل قدي التي هاف يعني قصدي يعني التي هاف ساعتين ما بديش الدوى كل ساعتين بدي الدوى حسب البقى المعادلات تانية عرفت الدوى ده مش مش عتيك جرعة دي كده كل كل فترة زمنية انا عرفت ده اه لا دي ها يهم لسه بقى احفظها يعني انا مش متواضة بان انا اطور الجرعة الدقيق العيانة انا متواضة انا احفظ الجرعة اللي بتوع الكلاميتيكس حسنوها معنا قول الجرعات ازاي بنحسب الجرعات يعني عشان بس نخلص بقى جماعة جزء الصعب ده تعال كده صفحة اتناشر الكتاب اللي هو مكتوب فيه هو كاتف الاول كده عشان علاج اي مرض لازم اوصل وعشان احافظ على البتاع ده لازم قدي جرعات يعني بريد معين تقريبا الدواء بيتاخد هنا هو الريد او كلمنيش نحيقولن عليه المنترانس دوزا فيه بس ملحوظة لمرة ثلاثة حين كن ما قلناش ادق طريقة اقدر احافظ بها على مستوى ال ده ان انا اقدي الدواء عن طريق ما يسمى بالانترابينس انفوشن مش كده ان انا انترابينس انفوشن ده عبارة عن الدواء بنحطه على محلول وبيوصل على طريق حاجة اسمها انفوشن سات جهاز وريد كده وكانيولا تدخل جوه الوريد وفيه زي حنفية او محلس كده هتحكم في الريد او في انفوشن عالي او اقلم لو انا يعني عايز احافظ كويس او على مستوى الدواء في البازمة طول الوقت ثابت يبقى هي طريقة الانترابينس انفوشن طبع طريقة لا تطبق الا في ادواء بليلة اوي اللي بدأ بعد كده يتكلم بقى على الفرق ما بين الفيرست اوردر كياناتيكس والزير اوردر كياناتيكس الكلام ده المهم او يا جماعة في النظري لأسف اتضطر تحفظه بيجي سؤال نظري فيرست اوردر وزير اوردر من حاجة المحتمل انها هتيجي وطبع في الامس كيو عليه اسئلة كتيرة او هو هنا بقى حدد الخواص كده بتاعة الفيرست اوردر قالك الفيرست اوردر قالك يعني كل ما بيزيد مستوى تركيز الدواء كل ما بيزيد زي ما قلنا من شوية الميتابوليسم او الاليمنيشن بتاعك النقطة نبقى اتنهي اهم نقطة انه فيه فكسد فراكشن من الدواء او بيرسنت is eliminated per unit type وغتلك المثال مثلا 10 ميلي جرام كل ساعة مثلا يعني linear drug disappearance curve تفاكر لو براسلنا الكيرب ده من شوية قلتلك هنا لو بنتكلم على plasma concentration وهنا rate of elimination كان عامل كده صح؟ قلنا عليه linear كل ما بتزود التركيز او الدواء كل ما بيزيد خدرة الجسم على التخلص من الدواء في كتاب القسم هو عامل كيرب تاني هو عامل كيرب فيه علاقة ما بين الزمن والتركيز يعني عامل هنا العلاقة ما بين time وما بين plasma concentration دولة بيكسب بيخلص مش كده فكان تركيزه هنا وبعدين بتدي يقل كده كل فترة زمنية معينة بيقل نفس الpercent كل ساعة بيقل مثلا 10% فتلاقي الكيرب بتاعنا عامل كده linear كده نفس الفكرة بسبب المقلوب يعني هو بيجيز الconcentration مع زمن فمع الوقت كل فترة زمنية محددة كل وقت واحد كده كده fix it بيقل 10% 20% وتبر فتلاقي الكيرب بتاعه is linear النقطة التالتة بقى او النقطة الرائعة الconstant t-hub عرفناها وحسبناها مع بعض لما بدت جرعة 100 لقيت t-hub 5 ساعات لما بدت 1000 وبرضو وصلت لنص بعد نفس الساعة يبقى الconstant t-hub دي من الخواص المهمة قوي للfirst order ايه المسي بقى دي المكتوب عندك هو عايز يقول لي ان الاريا دي المساحة دي مشي مع الـ blood concentration يعني لو الـ blood concentration هنا مثلا 100 يبقى المساحة دي لها نقم معين لو الـ concentration اعلى بيتين مثلا جالي ادي 100 ودي بيتين يبقى دي الـ area under the curve اكبر صح؟ يعني لو مرسم المسلس ده اللي فيه الافة ما بين الـ plasma concentration وما بين الزمن ده اسمه area under the curve كل مكان التركيز بتاع الدواء في الـ plasma اعلى كل مكان مساحة المسلس اكبر النقطة اللي بعد كده اللي هو الـ repeated intake بيوصلني الـ state concentration ودين اربعة الى خمسة الافة عشان اقدر اعرف امتى الدواء يبتدي يعمل الـ therapeutic effect الامثلة اللي انا مكتوبة في الكتاب دي يعني هو امثلة السواء انهي عدوية الـ first order kinetics صح؟ كل الأدوية except مع هده large dose وبتاع تلاتة دول اللي هو الـ spring والفريتوين والإثانور او الإثار الزير order مشكلة ان بيحصل موقعه في اول مرة كده سواء الـ carrier او الـ enzyme الـ rate of kinetics is fixed بيكسر عدد معين من جزرئات وليس الـ % من الدواء عشان كده الـ rate of kinetics أو rate of elimination is fixed منوش علاقة بالـ % اه الـ fixed amount النقطة اللي من الاتنين بقى الـ fixed amount is eliminated per unit time و non-linear drug disappearance curve في كده رسلنا كل فتاع احنا ده اللي هو الـ plasma concentration و rate of elimination عملنا كده كده وبعدين تقريبا متلاتتوق فاكريين؟ كان ايه الفكرة بقى بالـ small doses كل ما بزود بيزيد تكسير لحده بيجي وقت حصل فيه saturation فبدأ فيه بطء شوية في عملية or elimination كتاب الخصبه برضو عامل curve مختلف عامل curve ده اللي هو العلاقة ما بين الـ plasma concentration وما بين الزمن لو أخدت بالك من الـ curve ما هواش مسندس كده ما هواش نازل كده ده هو عامل في الأول زي بلاتو كده وبعدين يبكي ده يمزي حتياركي تفسها ليه في الأول كده فيه بطء قوي في البداية وبعدين ينزل كده slow طريبا هنا كان فيه saturation مش كده وبالتالي كان الـ enzyme activity أقل أو مش قادر يكسر كل اللي موجود في البلازمة لما بدأ يبقى الـ level بتاع الده وفي البلازمة قليل شوية بدأ يكسر بسرعة شوية إيه بقى حكاية لكن الـ area under the curve is not proportional هتلاقي المساحة دي لما تيجي تحسبها بالنسبة لـ first order هتلاقيها كأنها مسلسين فلما تيجي تحسبها هتلاقي الـ area دي أكبر من البلازمة مش تباشي مع البلازمة يعني الـ area دي لما تيجي تحسبها لنفس الدواء اللي واخد منه 100 ميلي جرام first order هتلاقي area أصغر من الـ area لما تيجي تحسبها للدواء الثيرو لأنه المثلس بتاعه ما هواش عامل كده هو كأنه مسلسين في بعض تفهم قصدي؟ يعني كأن هنا في جزء زيادة ده ما كانش موجود في الـ first order kinetics اللي هو بيحصل فيه slope البطيء اللي في الأول ده ده بالنسبة للخواص بتاع الـ zero order لو حصل ده معدد يعطاه أسرع من معدد التخلص منه يبقى احنا نخلنا كده في حاجة اسمها ودي قد تؤدي الى toxicity الـ examples قلناها بقى large dose بتاعه كذا وكذا وكذا النقطة اللي جاي بقى قبل ما نقول بس clearance نبص كده على الـ plasma half life عشان احنا اتجلبنا فيها شوية الـ plasma half life هو زي ما اتفقنا الوقت المخطوب عشان الدواء يتخلص من من التركيز اللي موجود في الـ plasma ينزله الى 50% الى النص هنعرف ايه اللي بيتحكم ان شاء الله في المعددة ايه اللي بتحكم في الـ T half حاجة اسمها clearance وحاجة اسمها الـ V D احنا عرفناها الـ volume of distribution النقطة اللي مرة تلاتة دي نقطة من الحاجات اللي جات قبل كده في اسئلة الـ give reason هو عادة عادة ايه اللي علاقة ما بين الـ duration of action وما بين الـ T half ثم مش قد بعض مش قد بعض بس عادة انا علاقة ايه صح؟ يعني الملاقى الـ T half صغيرة يبقى متوقع الـ duration بتاع الدواء ولين بقيت الـ duration الـ T half طويلة شوية كان متوقع الـ duration بتاع الدواء طويل شوية مش كده؟ انه عايز وقت طويل عشان ينزل المستوى في البلازما فيما العلاقة لكن ما هياش نفس الرقم لما بقول لك الـ T half ساعتين مش معناها ان الدواء بيفضل شغال ساعتين في بعض الأدوية بقى هقول لك مثال مشهور جداً في دواء الـ T half بتاعته تقريباً ساعة ومع ذلك الـ action بتاعه يستمر المدة 24 سنة او اكثر وتخيل الـ T half اللي هي اسمها ايه؟ الـ T half او يسموها البلازما half life الوقت اللي مخدوق عشان تركيز الدواء ينزل لنص ساعة يعني كل ساعة اللي موجود في البلازما ينزل لـ 50% ومع ذلك الـ effect بتاع الدرقة اللي انا اخدتها دي قعد 24 ساعة مع انه اكيد هاي وقت ملاقات الدواء اللي موجود صح؟ الدواء دي امتى مجداش موجود بعد 4-5 T half مش كده؟ يعني بعد 5 ساعات ولا 4 ساعات ما الدواء اللي موجود ومع ذلك لسه شغال المثل اللي موجود عندنا في الكتاب حاجة اسمها دو اسمو ما عمش سمعتوه في الأوترامي في زمان في الفيسيولوس ولا دقا؟ تعرفين النور الـ Adrenaline بيتكون في عصاب كده اسمها الـ Adrenaline ويدخل جوه يتخزن جوه فاكرين كده ولا مخنوش في الفيسيولوس يتكون نور الـ Adrenaline كده من حاجة اسمها الـ ودوبا ودوبامين وبعدين يتحول نور الـ Adrenaline يتخزن جوه طب فيه عندنا دو اسموه الـ Reserbeam الـ Reserbeam ده بيقولك عليه بيبنع الـ Storage بتاع النور الـ Adrenaline بيبنع النور الـ Adrenaline يبطل نتخزن جوه وبيوقف تقريبا شغل السيباتاتي الـ Reserbeam ده كيام بتاعته مش طويلة ومع ذلك الإفكت بتاعهم يقعد أيام و أسابيع لأنه عمل حاجة اسمها الـ Reserbeam يعني اديت جرعة الجرعة كله اللي عملته إيه نأجت بوزت وتكسرته مشت كويس؟ إمتى الجسم يبتدي يخز النور الـ Adrenaline ويفرزه لما تيجي Nerval Impulse إمتى؟ والـ Reserbeam يشتغل عليها أخبارها إيه؟ اتدمرت مش كده؟ يبقى إمتى الجسم يبتدي يخز النور الـ Adrenaline ويبقى قادر أنه يعمله الـ Adrenaline مع الـ Adrenaline لما يكون الـ Adrenaline جديدة وده ممكن ياخد أسابيع مش كده؟ دي يسموها إدرب وجري لو عمل إيه بقى الدول جي هنا بوز الـ Adrenaline ما عادش الجسم قادر أنه يطلع نور الـ Adrenaline مش قادر يخزنه لكن الدول نفسه ما عادش موجود تقول لك المثال بقى أحسن شوية ولكن يجي في الامتحاد في دوء اسمه أوميبرازول لو رجعت كده للـ Hepatic Microsomal Enzyme Inhibitors هتلاقيك المكتوب فيها وأنا نسيت أقوله وأنت ضنشته الأوميبرازول تبع مجموعة أدوية بتعالج القرحة اسمها Proton Pump Inhibitors يعني إيه دي Proton Pump Inhibition وها هيدروجين بتكسم إتباس ده فاكرين اللي هي بتطلع على الهيدروجين اللي هيتكون بعد كده منه HCL الأوميبرازول ده يعني بوز الإنزايم ده اللي اسم الهيدروجين بتكسم إتباس 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 يعني إيه كلمة دي يعني الإنزايم ده أوروما هيرجع تشتغل تاني صح؟ إمت بقى أرجع تكون حمد؟ إمت البروتن بترجع تشتغل تاني؟ لما صلنا على الإنزايم جديد مش كده؟ يبقى عشان كده هتلاقي الأوميبرازول بالظبط كده باخد منه جرعة في اليوم جرعة واحدة في اليوم ومع ذلك مع أن الت يوم بتاعته تقريباً وان أور كان المفروض أخده باستمرار عشان الدواء ده هيختفي بعد أربع ساعات من البلازمة أنا باخده مرة واحدة في اليوم إن أنا معتمد على إيه بقى؟ إنه بيضرب ويجري معتمد إنه يعمل irreversible inhibition of the protein part مرة بقى جي سؤال؟ بالصبت كده يقول لك البيولوجيكال تي هاف زي ما مبتوب في الكتاب كده البيولوجيكال تي هاف أعلى من البلازمة تي هاف فهم أصدق؟ يعني يفضل شغال مع إن هو مع إن هو تركيزه في البلازمة تقريباً ما عادش موجود السؤال جي مرة سنة 2011 وتلتقي بين معظم الطابة ما مفرموش قال لك the duration of action of omeprazole من هو الدواء ده outlast its elimination تي هاف فهمت تي سؤال دي باتي؟ شغل الـ omeprazole أطول بكتير قوي من التي هاف بتاعته في البلازمة التي هاف ساعة والأكشن بتاعه 24 ساعة والسبب في كده إنه بيعمل ما يسمى بالـ irreversible inhibition of the proton pump اللي هي النزامية فصلت؟ بس مش قوي مش قوي مش قوي بقى مش لدرجة إن هو ممكن يبقى تي هاف يعني هو هيشتاء المتأخر شوية أولاً حتى ما يبقى اكتيبيتد يطول شوية طبعاً لكن مش لدرجة إن هو يبقى في فرق كبير قوي ما بين الـ biologica التي هاف والـ elimination تي هاف ده بالنسبة للجزء بتاع البلازمة هاف لايف عرفنا قيمة بقى البلازمة هاف لايف إن أنا أوصل إمتال وإن أنا إمتال دواء يبقى تقريباً مش موجود في البلازمة برضو بعد نفس الزمن هو أربعة إلى خمسة يوم أقول حاجة بسرعة كده بقى عشان نخلص يعني ديتين كده ايه دكتور برق طيب أقول حاجة واحدة حاجة اسمها الـ clearance موجود عبدالله كده قبل تي هاف definition كده اسمه clearance هو كلمة clearance كده كانت ترجمة حرفية معناها إن الدواء تخلصنا منه بشتراك؟ تنتخلص من الدواء إزاي بقى انتو خلص بقيته خبر بتغنيتك زي إزاي بقى؟ يصد clearance للدواء صح؟ في منه هباتيك من الدواء يكسر في الليبر وفي منه كويس؟ فده definition عايم كده إن أنا تخلصت من الدواء سواء عن طريق بيتابوليزما أو عن طريق إن الموجود عبدالله في الكتاب بقى definition علمي بقى clearance معناها الـ الـ volume of body fluids from which the drug is eliminated per unit time كيف يمناش حاجة؟ هو الإيه الـ body fluids دي؟ لازمة interstitial fluid وانترسيرل fluid أنا هحتبرهم بقى كأنهم كلهم حاجة واحدة لما قولك clearance بتاع الدواء الفلاني 100 مليليتر per minute تفهمت إيه؟ the definition of this drug 100 مليليتر per minute معناها صح كده كل دقيقة بتخلص من الدواء اللي موجود في 100 مليليتر of the body fluids سهلا؟ يبقى that definition بتاع clearance إن أنا بتكلم على volume 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 related to time إن كل ساعة مثلا كل دقيقة بتخلص من الدواء اللي موجود في كمية معينة أو volume معين من الـ body fluids بس كان يديه مقصود بجلمة clearance حسبوها إزاي بقى؟ أنا فكرة أنا مش عارف نظام إنتحاني يبقى إزاي طبعا من 3-4 سنين كده كان فيه مسائل بديية يعني يديك مثلا لازمة concentration ويديك من الدواء يقول لك أحسب الـ VD أو العكس أو العكس آآ clearance كان بيجي عليها مسألة هي clearance بتتحسب إزاي clearance على فكرة CL وليس C بس وكان فيه بلطة مضعية في الكتابة constant هو لغة عبارة عن إيلا times الـ VD يعني عشان أحسب الـ clearance بتاع الدواء عندي رقم تقريبا ثابت اسمه constant of elimination واضربه في الـ VD بتاع الدواء انت عارف الـ VD المعونت على concentration الـ constant of elimination ده عملوا بقى شغل كتير قوي يعني بتاع مسائل وحساداته بتاع طلع الـ constant of elimination ده رقم اللي هو 0.693 على الـ T-half بتاع الدواء يبقى الرباني بقى إن شاء الله لو جات لي مسألة نازم عارف الـ T-half بتاع الدواء ونازم نبدأ عارف الـ VD بتاع الدواء عشان أقدر أحسب الـ clearance بتاع الدواء اشمعنا بقى الرقم الفضيئة ده؟ سيدة ده رقم ثابت وفي كله بتتبو 0.7 بس إحنا نتعرف الدقة بقى عندنا بنتتبو كده 0.693 هو ده في الرياضة لغة رتم 2 اللي هو بينزل بطريقة يعني بينزل للنص حسابية بقى طلعوا الرقم ده عبارة عن لغة رتم 2 فطلع الرقم العجيب ده أقسمه على الـ T-half واضره في VD يلطع إن شاء الله clearance لها ده هو الـ T-half بتتحسب بهيه؟ T-half بتتحسب زمن مشكلة منتت أو أور صح؟ طيب والـ VD اللي بتحسب بحسب بالليتر أو بالمليليتر مشكلة؟ فيطلع تيرانس عبارة عن إيه؟ يطلع عبارة عن حاجة لها علاقة منت يعني مليليتر على منتت أو مليليتر على أور أول تبغل يعني خاص؟ حاسة حلوة مشكلة؟ عجبتكم؟ طيب انت بخبارة خير إن شاء الله ها بكرة بكرة أو بعده أجانب إن شاء الله عليك سلسلة اليجرية إحنا ما نجلاش أجازة إحنا موجودين إن شاء الله بكرة وموجودين الخليص يعني